بطبيعتها المرأة السورية بتحب زوجها وبتحضنه بس بتعمل البداية يعني هي بتكون مسيطرة بس بغير طريقة طريقة إن دايركت هذا الاسلوب لازم يكون مو بس مع الزوج مع كل الناس لأنه الناس ما بتحب الأشخاص يلي انت ضع منها إحنا بإمكاننا نحصل على البد نياب زكاة وبنفس الوقت ما نورجل الشخص انك انت ضع مني بده امرأة يعني كتير مرتاحة على الوضع عندها خط رجعة أنا مليون بالمية مع الامرأة العامل وما بتفهم أي امرأة قاعدة بالبيت لأي سبب شو ما يكون يعني مع كل احترامي لأنون أنت اللي بتسمحي لزوجك يخونك أنت اللي بتسمحي لزوجك ما يحترمك أنت اللي بتسمحي لأي حدا ما ما يعتبرك لأني أنت مو معتبر حالك شو أخباريك؟ الحمد لله شكرا لتأتي إلى بودكاست نحكي عربي أنا هاي غلطة عالطول بحكي إنجليزي حلا أنا أريح لي عربي إذا بدك نحكي روسي كمانا أحسن لي روسي أيوة أوكراني لا روسي. هلأ أنا عاشت بأوكرانيا بس درست بالروسي في اللغة الأساسية اللغة لأم عندي روسي ما فيه حساسية هلأ بالموضوع ماكهتير بالنسبة لي أليه هلأ،vé الاكيد أنا بحش أوكرانيا و بحب أوكرانيا بس أنا�� كتير بتقبل لرأي المرأي الأخير يعني أكيد ما راح تح Raise the line يعني أنا السورية وعجت بأوكرانيا فازعل على سوريا وللي على أوكرانيا ولا على روسيا مبارف، فقررت ما ازعل أحد كله كله مظلوم. كله مظلوم أجد. أمتى رحتي على أوكرانيا وخبريني كيف يعني الأهل راحوا أول شيء ولا أنت رحتي؟ لا أنا أول شيء أبي إحنا من زمان بين سوريا والاتحاد السوفيات الأديم كان في اتفائية طلاب الشاطرين يدرسوا أحساب الاتحاد بروسيا فأبي درس هناك وبعدين لما تخرج نزل على سوريا عدل اشتغل سنتين ما حب الوضع وبعدين أخذ عائلته كله وسافر كان عمري سنتين يعني أبي من زمان صارلو 45 سنة أنا تقريبا من التسعينات عم نحكي بالاتحاد السوفيتي كانت؟ لا احنا لما رحنا كان هلأ تحلل الاتحاد السوفيتي يعني هو ب88 فاصله عن بعض بس أبي لما راح كان الاتحاد السوفيتي كانت أوكرانيا من الاتحاد السوفيتي وانتو عشتوا راح أضغري على أوكرانيا بس كان مجوزة كان مجوز وعنده ثلاث بنات لا أربع بنات ما شاء الله وكانت الوالدي معه؟ لما كان يدرس لا بس لما خلص ورجع على سوريا وما حب الوضع وحب يرجع أي أخذها معه هي هي وبناتها هي وبناتها أنت كنت خلقاني؟ أنا كنت خلقاني كعمري سنتين وأنت أصغر واحدة بالعاية؟ لا أنا النصطانية يعني تنتين أكبر وتنتين أصغر أنا في جملة دائما بحكيها أول ما أتعرف على الشخص بقول أنه أنا قلب العائلة النظر اللي بالنص لما أخذ وأحطي مع الشخص بقول أنا لما على الكبار محترمة ولما على الصغار مدللة دائما النصطاني هو هني شوية بيكون الأهل أول شي بيحبوا أول ولد بيعطوا كل الاهتمام أو بيتعلموا فيه هلا بيتعلموا فيه بصراحة إنه ما بياخد كمان أصبط شي عم بدوا يعني هما الاهتمام أكتر أوكي بيتعلموا فيه بس أكتر شي أتنشن له يعني تقريبا دائما للولد الأول كتير فيه اهتمام الثاني وسط الثالث هو اللي بربي حاله فبتطلع شخصته أول شي كلمة كل ما يعطينا اهتمام أكتر للولد كل ما كانت شخصيته أضعف يعني أنا تقريبا أنا وخواتي وكل الناس اللي بعرفهم عن جد بالعدد أول واحدة أكتر واحدة حبابة وكيوت الثانية نص نص الثالثة هي اللي بتبلش تطلع تكون قوية تكلع حاله مظبوط وبكونوا شوي صار عندهم خبرة للأهل كيف يتعاملوا إنه ما في داعي ما في داعي هالضغط الضغط وبصير يعطي رأيه أكتر للولدين قابلك بكون الأهل يعني هني عم يفرضوا رأيهم لأنه بحسوا أنه مسؤولية أنه هيدا الشي أصبط لأبنا فمنحط رأينا يعني إحنا بنفرض رأينا أنا كمان عائلتي حالتها شوي مختلفة لأنه إحنا عشنا بدولة أجنبية فأنا أهلي كتير ملتزمين فكانوا خايفين أنه إحنا ننجر فكانت الأمي كتير زكية أمي كانت تعتبر أمي كانت بسوريا تدرس بصف شو اسمه أنا شوي عربيتي أنست صف أو هيك شي فكانت تشوف أنه البنات بالبيت وبالمدارس ملتزمين لما يطلعوا لبرة بيعملوا العماين فهي ربطنا بأوكرانيا بالعكس يعني كانت تعطينا الحرية التامة بس تعالوا حكولي أعمل بيتكم إياه يعني أنا من وانا عمري 13 سنة بروح بنامجهم عصبت أحد عند رفقتي أو بالسكن الجامعي بس بنفس الوقت يعني حسيتهم أنا بعتبر أمي بحطتها تمثال لأن هي كيف ربطنا مكان مثل أوكرانيا يعني كتير open mind وأبداً مو مثل عاداتنا بس خلتنا ملتزمين شوي بالعادات صعبة وأنتو كبنات صغار وعم تشوفوا يمكن الجيل اللي بعمركن من أوكرانيا يمكن عنده حرية أكتر ما كان في هيك challenge ما هي كان في challenge هي لهيك قلت لك كانت معطيتنا حرية يعني هي كانت تفهمنا هلا في موضوع أنا بالنسبة للي حساسة شوي أنا كتير بفرق بين العادات وبين الدين الدين علاقتك مع ربك أنت بدك تلتزم بدك بدك تصلي بدك تصوم بدك تقرأ قرآن هاد شي بينك وبين ربك العادات شي للناس فأنا أمي ربتنا أنه ما في شي اسمه عادات العادات أنت عم تعمل الشي للناس فمسلا إحنا كنا ماخدين حريةنا كتير بس في أشي حدود رب العالمين إحنا ما بنتعداها أكتر الناس أنا مثلا لما كنت روح زيارة على سوريا أو حتى لما جيت لهون صرت عم شوف أنه لا الناس كتير بعاد عن الدين بس كتير من التزمين بالعادات وهالشي غلط يعني هالشي أنت عم تعمل شي للناس لا أنا ماني مضطرة أعمل شي للناس أنا في عندي حدودي بيني وبين ربي هالشي بس بيني وبين ربي بس بالمعاملتي مع الناس أنا حرة كتير يعني أنا تفكيري كتير open mind كتير حر يعني كل الناس اللي بتعرفني هون أنا صاريت لتسليم الإمارات أول مرة شوف شخص لهالدرجة ما بيفكر شو بيحكي أنا أي شي يعني جدا بيخطر بعلي بحكي لأنا تعودت أنه أنا شخص حر أنا ما بخى ولا بخجل ولا عندي أي حدود غير حدود رب العالمين هذا الشي لأنه أنا تربيتها بهالطريقة بأوكرانيا محجبين كلكم بالبيت؟ البنات؟ محجبين؟ محجبات؟ هلأ إيه بس أنا تحجبت وأنا كبيرة وهات كان قراري وبعدهم تحجبوا خواتي الأكبر والأصغر مني يعني أمي ما كانت تجبرني على الحجاب مع أنها هي كتير ملتزمة يعني أنا أمي حجبت لأ عشر مرات بس هي كانت تعتبر أن الحجاب هات قراركم وإنتوا لأن إذا تحجبتوا غصبا عني بكرة مثلا تتركوني وتروحوا على الجامعة ورفقات ومتشلحوا فإحنا ما كنا محجبين زكية أمي كتير زكية فأنا تحجبت أول واحدة وعفكرة تحجبت بموضوع تحدي أنا كتير كتير عنيدة شكرا أنا كتير عنيدة فبعدهم تحجبوا خواتي عم بسألك الحجاب لأنه عايشي بأوكرانيا فلقايت هيدا الموضوع أنه ممكن كان عم بيشكل أنه علامة فارقة بينك وبين البنات بالمدرسة بالمدرسة بالجامعة بالمدرسة ما كنت محجبة بالجامعة ما كنت محجبة تحجبت أخر سنة بالجامعة وأنا أصلا كنت أدرس مع الأجانب يعني أنا كانوا معي عرب وعرب إيرانيين أتراك موضوع الحجاب أكيد كان يسبب مشاكل كتير لأنه مع كل حب لأوكرانيا هي شوي دولة عنصرية بس بالنسبة لإلي أنا كشخصيتي أنا تحجبت هلا هو يمكن غلط أحكي هيك أنا ما بعتبر الدين أحجب بس أنا تحجبت لحتى كتير أوقات كنت أسمع بأوكرانيا هما ما قدينت فكرة عن مسلمين والعرب غلط أنهم شخص أشخاص أميين أنه المرة بس للبيت أنها شهادتها حتى لو درست تتعلقها بالمطبخ وبالأخير تروح تخسر جليلة جوزة فأنا كان في عندي مثل تحدي أنه لأ أنا راح أكون محجبة وبنص الوقت أنا شخص ناجح يعني صحيح تحجبت هو يمكن غلط أحكي هيك أنا تحجبت لرب العالمين بس كمان لأثبت للناس اللي هنيك أنه لأ مو أي واحدة محجبة معاناتم متخلفة مو أي واحدة محجبة معاناتم ما قلها أراء أو ما قلها رأي أو ما قلها شخصية أو لازم تتزوجوا عمرة 13 سنة يعني تخيل أنا بعد ما تحجبت وشتغلت أسألك كان يسألوني أنه أنت بتحمل من بالحجاب؟ أنت مع جوزك بالحجاب يعني بعيدين كلياً ما بيعرفوا ولا شيء ما بيعرفوا شيء يعني كثير بعيدين عن موضوع الدين والإسلام هات طبعاً غلط من المسلمين نفسه أنهما مبينين صورة عن نحالهم غلط هني البسوقوا ونت أخطيها كتحدي يعني أنا أوش أخطت تحدي وتورطت وورطت خواتم دوري على المشاكل شكلك شوي بمل أو أنت بمل فأبدأ عمل شوية مشاكل بس لا أكيد أنا ماني ندماني طيب قد التحدي الثاني اللي كان بحياتك أنه أهلك هني مجال ومجال الطب الوالدي بالصيدلة درست أمتي أمي بعد ما كانت أنا سنزلت على أكراني ودرست صيدلة وأبي دكتور والوالد دكتور وحصيتي حالي كأنه هالشي يعني أنت هلأ مبينة بتدافع عن حقوق المرأة وعن صورة المرأة المسلمة مثلاً ما كانت تحبي تتوجهي أكتر أن تكوني محامية بمجالك يعني أن تحبي تعبري عن رأيك أنا كتير كنت حابة أكون محامية أنا أبي دكتور أمي صدلانية وأختي الكبيرة دكتورة وأختي الثانية صدلانية فأنا كنت حابة أكون محامية فبنرجع لزكاء أمي أمي طبعاً كانت حابة مثل أي أم عربية بناتها يا دكاتر يا صدلانيات يعني ما في عنا مخيار ثالث قالتلي أوكي بروحي أنا بحب مجالين الصيدلة المحامة وعلم النفس فقالتلي أوكي بدك خلينا نروح ونيك بأوكرانيا ممثل بالدول العربية يعني بالدول العربية أنت بتتخرج وحسب علامات المدرسة بتفوت جامعة بأوكرانيا أنت بتتخرج تختار الجامعة اللي بدك إياها بتقدم لها امتحان ويا بتنجح يا ما بتنجح فقالتلي روحي دوري على الجامعات اللي انت بدك إياها وتفضلي جربي رحت أنا درت على جامعات الأوشي المحامة فطلع أنه أنا ما كنت حابة أستمر عيش بقرانيا حابة أطلع طلع أنت إذا بدك درس محامة بلد بدك تشتغل هاي البلد ترحق وني البلد يس فأنا يعني شرت نظر عن هالموضوع الموضوع الثاني كان عندي علم النفس كمان أمي تفضلي روحي أعمل اللي بدك إيا أنا معك أنا أم المسالية ديبلماسية متحررة أعمل اللي بدك إياه فلما رحت هي شكلة كانت متفقى مع شي حدا في واحد قال لي أنه أنت علم النفس فيك تعملي كهواية يعني ما في داعي تربطي مهنتك بعلم النفس ادرسي شي بيفيدك ماديا بيفيدك مجال تاني وعلم النفس خليه هواية فوقت أنا قررت أنه خلاص رح سر دكتورة ودرست علم نفس سنتين بكشتغل تيرابي كهواية يعني شي بيني وبين حالي أنا شو أحب مك زكية كتير إذا فعلا تستعمل هيدا الأسلوب كتير منه يعني أنه ما في داعي ما ضرور يقول لا الشخص لا يما بتقول لا مستحيل يعني مثلا تخانقات أنا وزوجة بدي أطلق أوكي طبعا أطلقي أكيد هو ما بيستاهلك أصلا بعدين لما بدخل بالموضوع بتصير شوي شوي يدخل لإيجابياته أنت ما حدا بتحمل غيره يعني هي أسلوبة شوي مختلف وهذا الأسلوب الصح لكن هيدا بده دهاء وهيدا الأسلوب موجود كتير بالمجتمع السوري كتير يعني المرأة بطبيعتها المرأة السورية بتحب زوجها وبتحضنه بس بتعمل اللي بداية يعني هي بتكون مسيطرة بس بغير طريقة طريقة يعني ايه حبيبي يقول لي بدك ايه بس اخر شي هو بيكتشف انه هي عم تعمل وبتخليه هو يعمل يلي هي بنهاية مغان ما يحس صح بأسلوب جميل يعني بس بده طولة بال وزكا هذا الأسلوب يجب أن يكون مو بس مع الزوج مع كل الناس لأنه الناس ما بتحب الأشخاص يلي انت ضع منها يعني أنا مثلا بشتغل مو بس أنا كتير بحب أقارن حياتي الزوجية يعني الشخصية بحياة العمل لأنه نفس الشي بس هون زوجي هون مثلا مديري أو هون مثلا أخي هون زميلي بالشغل كتير أوقات احنا بنقسر بحرحلتين المرحلة الأولى لما الشخص اللي معك بيضمنك أنه خلص انت مضمون للي والمرحلة الثانية لما يحب يكبر راس عليك أو يعاندك احنا بإمكان نحصل على البدنا يا بزكاة وبنفس الوقت ما نورجل للشخص انك انت ضع مني يعني أنت كان مدير العيادة أو الزوج يعني أنا في في موقف صار من سنتين عراس السنة كنا نلعب لعبة الصراحة ومعرف آتنا وسألوا زوجي أنه يعني شو أكتر شي أنت مبسوط فيه بهاي السنة قال لي أنه ما ما انفصلت أنا رولي الحمد لله هالسنة مدت على خير يعني هو دايما عنده إحساس أنه أنا ممكن إذا هو زعلني أو زعجني وحلو حتى بالتجاهين يعني أنا دايما بحاول كتير مشكلة الأزواج خاصة العربية هل أنا لأنه يمكن تربيته بأكراني عندي هذا الفكر الأكراني أنه آخر يوم بحياتهم بتموا يحصلوا على هذا الشخص أو يحاربوا مشان هذا الشخص يعني أنا مثلا صاري 9 سنين من زوجة لا يعني أنا ضمنته أو هو ضمنني ممكن حركة مني وحركة مني نخسر بعض نفس الشي بالشغل أنا كنت بعيادة عم أشتغل أنا كنت أعشاء العيادة وعشاء الإدارة صارت مواقف تراكم هم فكروا أنه خلص ضمنوا رولا لا مستحيل تضمن حد أنا بضمن بس ابني ومو دائما رولا هيك قليل بفكروا هيك يعني وهيدا التفكير أنه حلو أنه الإنسان أصلا نحن منحب الإنسان البطل الخطير يعني اللي عنده خطورة بس under control يعني بحافظ يعني بحافظ على ما يطلع يعني برات السيستم برات الأنظمة بس هو دينجرس يعني أي شخص ينجح بحياته بيروح على الحدود بيروح يعني بيكون إذا كان هو ما بعرف يعني بسوق سيارة بتلاقيه يختار أشياء دينجرس بالحياة صح وبقس هيدا الـ excitement وهيدا اللي بيعطي طعم للحياة وهلأ يعني هلأ يعني أول مرة حدا بيقلي إيها بهالسلوب بالعلاقة الزوجية بأي علاقة حتى أنت ورفيقك حتى وأنت مو ساعدتك بأي الشخص يعني حتى أنا وبعرف والقطة اللي عندي بالبيت أي علاقة بين شخصين لازم دايما نحط أنه الشخص إحنا ما لازم خلص ما ضمننا أنا إذا حسيت مع شخص أنه الشخص ضمنني أنا بروح وغريبة أن تفكير إمرأة فكرة يعني أنا مثلا الرجل ممكن يكون عنده أكثر يعني هاي شغلة طبيعية بتطلع منه أنه المرأة عطول عن تفكر أنه بده تغار عليه أنه هيدا شاب ممكن أنا ما بغار أبدا أنا ما قلت عن الغيرة أنا قلت أنه أحاول أورجي أحسن ما عندي مشان ما أقصره لأني بحبه بس ما بغار أبدا أنا بحيتي بمسلكة موبايل زوجي ولا سألته أنت عواني رايحه من وين جاي ولا فتشت ورا أنا أول ما جيت على البلد تميت سنة لحالي هو بوكرانيا سنة هو بوكرانيا أنا بالإمارات ولا خطر لي يوم الأيام أني أسأل أنت مع مين يعني أنا ما بغار بس ممكن أنا هيك تفكيري لأنه أنا أصل عربي تربيت بمكان أوروبي وأوكرانيا كتير open mind فصار في دمج بين التفكيرين ممكن أنا I don't know يعني أنا أنا بالعكس بلاقي هذا الأسلوب رائع بس بده بده ثقة بالنفس كتير بده إمرأة يعني كتير مرتاحة على وضعها عندها خط رجعة الخط الرجعة هو لازم يكون موجود هو يعني هو اللي عم بتلوحة هو السلاح اللي عم بتلوحة فيه إنه في خط رجعة إنه فيك ولا بلايك أنا بك الحياة مكملة بس بنفس الوقت أنا كلني لها العيلة كلني لها كلني لأولادة بس خط الرجعة موجود لا هيك أنا مع الامرأة العاملة أنا مليون بالمية مع الامرأة العاملة وما بتفهم أي امرأة قاعدة بالبيت لأي سبب شو ما يكون يعني ما بعطيها ولا أي تبرير يعني شو شو اللي مخليك تعدى بالبيت بتربية الولاد طب أنت فيك تربي ابنك أو بنتك يعني أنا مثلا ابني بشوفه يمكن ساعتين باليوم أو ساعة باليوم بس أنا متأكدة أنه أنا بعطيه اهتمام واتنشن أكتر من قاعدة معه 24 ساعة طبع يعني أنا كتير بشوف عائلات مثلا نسوان قاعدين بالبيت أوكي كأكل شرب البس روح بس الاهتمام إنك تعدى وتحكي معه ما فيه أنا يوم الأيام كنت طفلة وكنت صغيرة وأنا بعرف أنا متذكرة شو كان بدي من أهلي هلا أنا أمي لما راحت عوكرانيا ما شتغلت ليس سببين أول شي موضوع اللغة كان في حاجز تعني شي أنا أمي كتير بتحب الدراسة يعني درست صيدلة بعدين درست كمان عملت دكتوراه بعدين التجأت لموضوع الدين يعني كانت مشغولة بشي وقصة يعني هي البزنس البين هو بين أبي بزنس مشترك يعني هي ماديا مرتاحة وكانت مشغولة بشي أما الامرأة القعدة بالبيت آخر همومة زوجة وين راحة وين إجا وابنة شو أكل أنا أنا سوري ما بفهم بصراحة يعني مع كل إحترامي لأنون أنت اللي بتسمحي لزوجك يخونك أنت اللي بتسمحي لزوجك ما يحترمك أنت اللي بتسمحي لأي حدا ما ما يحتبرك لأنك أنت مو معتبك حالي وأنت اللي عم تتملك زوجك بها الطريقة لأنه ما عندك شي تاني أنت تطلع فيه صح يعني لما يكون ما عندها خط رجعة أو أنا أنا بزيد على التعليم أو الشغل إنه يكون عندك شخصية كرير العيلة هي بتلعب دورك كتير كبير كمان عيلتها هي يعني وهون بيلعب يعني دور قديل واحد كمان أنت متزوج؟ مطلق اختيار الشخص لإنساني قوية من ناحيته من ناحية العمل من ناحية العيلة هو بيكون يعني أفضل شي هو لتأمين هيدا خط الرجعة إنه أنا عندي عائلتي بالنهاية عندي يعني عندي علمي عندي شغلي والكارير تبعي ويمكن التسابورت العيلة بساعة صح يعني دايما أنا مثلا أنا مثلا أنا كتير بحب أحط حالي مكان الناس أنا أوقات بحط حالي مكان الرجل أنا مثلا إذا أدما كان يعني نحكي بصراحة الواحد الرجل أوقات بملي يعني بصير بدو يغير أنا إذا مثلا مرتي ما عندها غيري لا شغل على أولتك ولا شخصية ولا رفقات ولا عيلة فأنا خلص هايضا منها بروح بخون وهي ممكن تزعل يوم يومين بعين بترجع يعني هي نفسها بتراضيني ليش لأنا ما في عنها خيار تالي وخاصا إنزا في ولاد يعني هي ما فيها تشيل حم لأولاد وللأسف أغلب الدول العربية هلا ما بعرف كيف عندكم بس عندنا في كتير أهالي كمان حتى لو هن موجودين ما بيشولوا مسؤولية البيت بقى ما تتزوج أنه خلص إن شاءلت عن ظهرنا كمان إن شاءلت عن ظهرنا والحمد الله عندك زوجك عندك أولادك تصرف يعني دبري راسك هات كمان غلط بس برجع بقول لا العيلة حلو بس الأهم أنت شخصية يعني قد ما كان أنا مثلا إذا راسم الحلام وسن صار انفصال وروحت أنا نفسي رح حس حالي حمل تقيل على أهلي أما إذا أنا في شي الحالي والشي الابني وعلى فكر رح قللك معلومة أنا زوجي متأكد إن إحنا إذا نفصلنا أنا ما بدي ابني مع أنه أنا بدي يا بس أنا هيك مفهميته مشان هو معي يمسكني بإيدي بتوجعني متل ما كتير أنا بعرف أنا بشوف باليوم خمسين قصة عندي بالعيادة فأكتر القصص لبوقت الطلاع أنه هو ما بده يطلقني أو بيهددني بابني يعني بيستغلوا لولادي فأنا مفهمة أنه لا بدك ابنك تفضل طبق أريح لي أصلا أتزوج واحد وأنا مع ولد ولا أتزوج واحد شو الأسهل إذا مثلا لا سموح الله أنفص أبطت أنا هيك بفكر وهيك بفهم الناس اللي حوالي مو أحسن؟ يعني يريد كل النسوين بفكروا مثلك يعني هذا تفكير رائع وتفكير تحدي يعني أنا أنا يعني من I empower the woman وهذا جزء كتير مهم أنه تعرف المرأة ما تعطي الحجة أو ما تضعف حالة بطريقة كمان لأن الرجال ممكن يكون عم بيسيطر وما يمكن ما إله حق في بعض الأمور أنه يسيطر فيها على شخصية الأمرأة وطالما هي متمسكة فيه ومتعلقة فيه بكل شي وهو شايف كاشف عيوبة يعني بمعنى أنه عنده ضعف إذا بتعليمه أو ما عنده خط الرجعة اللي سميناه خط الرجعة الرجال الرجال مش كل الرجال طبعا أكيد بس يعني الرجال اللي بده يستغلها النقطة بيستغلها وبصير يروح محل ما بده ويظهر محل ما بده بس كمان ها تسكن ذو حدين دايما إمرأة لما تصير قوية زيادة بتتمرد وهاي كمان صفة مشونيحة يعني حلو البالنس أنه أنا عرفان حالي عرفان شو قدراتي بس بنفس الوقت أنا أنسة أنا أم أنا زوجة كيف صرت الرجل بنظريك من هالمنطلق هيدا يعني امرأة قوية امرأة أنا يعني عندي شخصيتي عندي خط الرجعة بتحبني حبيتني ما بتحبني أنا أنا كمان قادرة استمر بالحياة يعني أي رجل يعجب شخصيته قوية قدي بتكون شخصيته قوية قدي قدي هادي ما رح تعمل كلاش مع مع شخصيتك يلي بتحمل الشخص مثلي على قولة أمي هو الشخص لشخصيته قوية جدا بس بنفس الوقت سياسي جدا لأنه أنا كمان لما شوف شخص أبالي ضعيف بركبه يعني بسيطر لأنه أنا شخصيتي قوية لما أشوف رجل وخاصة هو زوجي شخصيته أضعف مني أنا ما عد أحترمه فأنا لازم يكون الرجل اللي معي شخصيته قوية بس بزكاء يعني مو بصوت عالي مو بإجبار يعني بزكاء مثل ما أنا بتصرف معه بزكاء أنه أنا قوية وهيك بس أنا معك أنسة هو لازم يكون كمان شخصيته قوية بس هو حاميني كتير مهم لأي إمرأة قد ما تكون شخصيته قوية أو ضعيفة شعور الأمن أنه هي تحس أنه رح كذب عليك إذا قلتلك أنه أنا بكل قوتي ما في عندي أنه أبضعف أو ما في عندي لحظات أنا بكون بحاجة شخص يعني أحضنه وأتكي على كتفه فالرجل الزكي يلي بيعرف يحتويني بس بنفس الوقت يعني ما بمرق لي أي شيء عاد الرجل ممكن يستمر معي من شان هيك قلت ممكن المرة تكون إذا هيدا الشي ما أنه مسيطر عليه أو شوي هي عارفة أنه عم تستعمله بزكاء أنه ممكن ممكن أن تنفصل أنا بعرف كتير ذهات را حتى والنساء ورفقاتي بعد ما صار إلهم سلطة مادية نفصل وما عاد تحملوا ما عاد يعني ما عاد قدروا بس يكون اختياره يمكن غلط من بداية ممكن يكون اختيارها غلط لأنه هي كمان في شغلتين يا أما هو ما عاد يتحمل وحدة أقوى منه يا أما هي ما عاد شافته يعني ممكن هو يكون كويس بس أنا شفت حالي لدرجة أنا ما عاد شفتك هات كمان غلط من المرأة يعني شوف إحنا دايما بنحكي أنه لازم ما بعرف شو هي بالعربي هاي اسمها الفيمينيزم أنه المرأة مثل الرجل المرأة مثل الرجل حقوق المرأة مثل حقوق الرجل بس واجبات المرأة بتختلف تماما عن واجبات الرجل يعني كتير أوقات لما خاصا إحنا العرب لأنه تعلمنا وتربينا من زغر أنه الرجل أهم فإحنا لما نكبر بنحاول نتحدى ونثبت أنه إحنا كمان مهمين فبناخد دور الزلمة هالشي غلط بأوروبا صحيح الرجل مثل المرأة نفس الحقوق بس المرأة بتعرف واجباتها والرجل بيعرف واجباته يعني مو إذا أنا صارت مثلا أنا صارت ماديا مستقلة وصارت شخصيتي قوية أني مثلا أصرخ عليه أو ما أحترمه أو مثلا هو مثال يعني يقول لي مثلا ما في روح مع رفقاتك لازم مرة أمرأ له إياها أنه أوكي أنا نشانك ما رحو يعني لازم هي كمان تتصرف بزكاء يعني أنا مثلا مع كل استقراري المادي أنا زوجة بصرف علي لما روح أسافر بطلو يعني هلا مثلا كان في عيد روحت عام مصر مع رفقاتي كنت بقول لي وين عيدتي يعني ممكن عيدية ألف لألفين درهم أنا بصرفهم فنجان قهوة بس بحسسوا أنه هو المسؤول عني وأنا بحسس حالي أنه أنا في شخص مسؤول عني يعني مشان ما يصير تمرد لأنه لازم الرجل يكون عالم المرأة هو المسيطر بصراحة لحتى تستمر الحياة تكون المرأة عرفانة حالة وعرفانة شو بتسوى وواثقة من نفسها بس لازم تسمح للرجل أنه هو يكون مسيطر هي تسمح ليكون مسيطر مع أنه فكرة أنه كل شخص عنده حياته الخاصة بدائرة معينة وفي دائرة بينك وبين زوجك هاي اللي بتتشاركوا فيها بالحياة يعني لازم إنسان يكون عنده نوع من الاستقلالية الزاتية بجزء معين من حياته ما حدا له معه فيها طبعا أكيد أنا في كمان إمي كان تحكي لهذا الشي أنه أي علاقة بين الشخصين هو مثل بيت والتواصل هو الأعمدة يعني أنا مثلا عندي بيت أنا عندي عمود اسم زوجي عندي عمود اسم شغلي عندي عمود اسم رفقاتي عمود اسم شخصيتي عمود اسم ابني إذا أنا مثلا عايشة بعمود أو بعمودين مجرد هذا العمود يروح أنا نهرت فدامين عمود الزوج لازم يكون مختلف كليا أنا الأعمدة اللي حواليكي يعني أنا مثلا عندي رفقاتي في عندي رفقات مشتركة بيني وبين إحسان بس في عندي رفقاتي أنا بطلع معهم من دونه مثل ما هو عنده رفقات أنا ما بعرف شو بيعملوا وما بدي أعرف أنا معطيته مساحته بنفس الوقت أنا مثلا ممكن أسافر سفرة مثلا هلا على العيد أنا سفرت عمصر مع رفقاتي من دونه هو ممكن كمان يسافر سفرة مع أهله مع رفقاتي مع نفسه بيت سابته بدي يعني بدي كمية كبيرة من العالم تسمع هيدا الكلام والله يا ريت لأنه أنت ما بتتخيل قديش أنا بشوف حالات ما أنا كمان درس علم نفس فأنا بحب يعني بحكي مع مرضاي بحس أنه هالشي يعني بيعطيني كمان خبرة كتير في عائلات متدمرة أنا ما بعث إذا أنت بتعرف عملت عطر اسمه دكتور رولا بريند واو سميتي دكتور رولا بريند دكتور رولا العطر بشكل شفايف أنا معروفة بالشفايف الروسية الريحة أنوسية جدا فيها فيرامونس هي الريحة اللي بتجذب الرجل بس بنفس الوقت فيها روايح أوية فكرتي من هالعطر كانت أنه الامرأة فيها تكون قوية بس ضعيفة أماكن أنسة بس عاملة يعني للأسف أكتر الناس اللي أنا عم شوفهم يا كتير ضعاف يا كتير قواية ما في وحدة بالشغل قوية وبالبيت أنسة عالتنا العكس يعني اللي بالشغل قوية بالبيت كمان قوية مع عائلتها مو بس مع زوجة ممكني ما تقوم بتزوجة مع عائلتها مع رفقاتها كمان تفرض شخصيتها أو مثلا إذا هون هي ضعيفة في الشغل كمان ومغدى مجالة كتير حب الواحد يفصل هالشي صعب مانو سهل يعني أوقات أنا بفوت بمود اكتئاب يعني أنا ممكن أحكي لك الإيجابيات اللي بشخصيتي بس في كتير سلبيات بس شي الإيجابي أنه الواحد يفصل كل الأشخاص يعني أنا تخيل سفرت عمصر مع بنتين بيشتغلوا معي صارم ثلاثة سنين يعني وإحنا رفقة أصلا هي دكتورة معي بالعيادة ومديرة العيادة إحنا غير الشغل كتير رفقة بس إحنا أول مرة بنسافر سفرة يعني فاني قالوني أنا ما شفت هاي الشخصية يعني أنا وين رولا الدكتورة الأونر السيريوز حتى وإحنا مثلا دبي وين رولا اللي بمصر على الساحة للفرفوشة يعني كتير حلو واحد يفصل ما يروح ينكد بالبيت إذا مثلا في عنده مشكلة بالشغل نازل واحد يتعلم بس كتير صعب ما أنه سهل يعني ممكن أنت هلا عم تسمع الشي الحلو بس هذا الحلو إلو شي سلبي كمان شو السلبي بحسك أنه يعني ممكن متطلبة أو demanding يعني بمعنى بالعلاقات بالشغل غلي نقول بالشغل كتير بصراحة بالشغل قعدة هلا معنا هون بالستوديو مديرة الماركتنك هلا بتصير تبكي أنا كتير متطلبة بالشغل هذا اللي حسوه في فرق رفقاتي لما روحت معهم عمصر هما فكروني أنه ما رح يعجبني شي هنو هيك رح تكمل شخصيتك هاي لا أنا هونيك كان مفارق معي يعني أي شي وين ما ناكل وين ما نشرب أنه عادي بس بالشغل أنا كتير متطلبة يعني أنا بحب الشخص إحنا دوامنا من 12 على 8 إذا بيطيدوا من 12 على 8 إحنا عم نشتغل عسيرة مديرة العيادة هي أقرب شخص لألي هون كرفقة هي مديرة العيادة اسمها هاني إنت لو تفتح موبايلة أنا عندي واتسابين واتساب اسمه هاني واتساب اسمه هنوشتي ممكن بنفس الوقت إحنا نبهد البعض على هاني بالشغل وبعد شوي نكتب على هنوشتي وين رح نطلع نشرب أهوالي والمسا يعني هذا موضوع الفصل أنا تعلمته بره بأوكرانيا هما كتير بفصلوا العلاقة الشخصية بعيات العلاقة العمل يعني هذا الشيء الإيجابي لأنا أخدته من أوروبا أنه لازم نفصل إذا أنت رفيقتي بالشغل أنت مور فيقتي أنا زوجي جنرال منجر عياداتي هو إستاذ إحسان وأنا دكتور رولي بالشغل بره الشغل هو إحسان أنا رولي بس مستحيل يعملني بالشغل كمرطة واللي أنا عامله كزوجي قبل ما أسألك سهلة عليك تفصل بالبات بهذا الموضوع لأن هذا موضوع كتير مهم في كتير كابلز أو أشخاص مزوجين بيشتغلوا مع بعض بس على سيرة أنه عاملة وواتساب كمان كتير بتلاقيها وخصوصا الشخص لي مش معود علي يعني بتلاقي بالإيميلات تواصل مع أشخاص كوني بتعرفيهم بتلاقي أنه مش طبيعي شو طف وشو جفوس يعني وكتير التعامل يعني بتقولي هيدا الشخص يعني مستحيل كون صديق وبس تطلعي معهم قوي كون أحسن شخص وبيحكي عليك أحلى شي كلام ومدرك بس بل وقت الشغل فيه أسلوب يعني وهذا صح هاد ياريت لو يتعلموه برجع بركز على العرب لأن العرب كتير بيشتغلوا على المونة على المونة وعى الإيموشنز على المونة وعى الإيموشنز براوو عليك عن جد يعني أنت مثلا رفيقتي أو أنت صديقي أنا لازم مرألك شغل ليش ما هيب نسألك يا رولا قديش قديش يعني بس هاي الشخصية اللي أنت فيها فيها جزء من منها عادات أوروبية بس عربية يعني أنا حاسس فيه بشخصيتك بين تربية العربية اللي هي فيها العروبة اللي هيك القوة يعني طريقة عاملك مع رجل القوة إيه هاي عربي لأ هاي القوة اللي أنت حكيتها هاد شيء أنا قصدي عن الفصل إحنا بنفصل الفصل بس ما أنت لأنه إنساني قوي وإنساني يمكن توقف بظهر أشخاص أو بتكوني بتساعدة أو بتكوني عم بت يعني الشخص مش هيك قلتلك ديماندي يعني عم بلعب دور أنا دكتور النفساني يعني بتتوقع من الأشخاص كمان يعملوك بنفس الطريقة أو يردوا نفس الشي إنه أنا هيكي بشوف أنا هيكي بحس إنه هيكي الأمور لازم تكون يعني فيها كمان ميكس بالطلبات يعني أعطيكي مثل بس موجود عندنا عند العرب إنه ممكن شخص يتصل بالتاني والشخص الثاني يكون بهالوقت مش مناسبه أو مش مرتاح أو يمكن ما بدو يجي زيارة أو هالأمور الاجتماعية نخلط فيها نحنا مرات إنه ما فيك تقولي لأ لألوه لأنه بتعرفي بيزعل والأمور العربية وهالقصص فأدي قادرة أنت تفصلك أمرأة عربية وأمرأة عشت بدولي؟ هلأ السؤال الحكي الأول أنت حكيته أنه أنا بنصدم بالناس كثير طبع خاصة أول ما جيت يعني أنا صار لي مراتلقت سنين وكم شهر هلأ شوية تعلمت ألف ودور من قبل الأوكران كثير يعني هيك أنت مش عجبني بقولك أنت مش عجبني أنا ماني مضطرة أحكي معك أو إذا أنت مش عجبني بس أنت بتشتغل معي بقولك شوف أنا مبطئك بس أنا مضطرة أشتغل معك هما كثير فأنا أول ما جيت أنا كنت هيك أنا اللي بقلبي على سلساني فصرت أن صدم بالناس أنه يا أما الناس بتفهمني غلط يا أما ممكن بس أنا وخلص الشخص يفهمني غلط بس ما يردلي بنفس المعاملة فأنا كنت كثير أزعل وبعدني أزعل يعني أنا بعدني ما تعديت هذا الشي تعلمت شوي أكون سياسية بس أفضل من قبل بكثير يعني هاي صح أنه أنا مستنية من الناس تعمل لي مثل ما أنا بعملها هاي موجودة وهاي أحد مشاكل شخصتي أنه أنا كثير بحط عم حاول هلا ما أعمل هاد الشي بحط توقعات عالية على الشخص وبعدين لما ما تزبط هاد الشي أنا بزعل هلا عم أحاول عم أتعلم أني ما أحط توقعات هاي هو الشغلة الشغلة ثانية موضوع الفصل أنا في عندي صفة كثير حلوة أنا بحبها بحالي أنا ما عندي مشكلة أفصل الشخص من حياتي نهائية بيوم وليلة يعني بقلب ممكن هاد الشي ما دخل لا عرب ولا روس وقران برجو العقرب اللي فيني لصغير أنا ممكن أقلب على الشخص مرة وحدة وبنهي من حياتي نهائية ما بأزي ما بعمل له شي بس خلص برجعك أنت بتتمنى بتصير لو أسلم عليك وأنا فيني صفة أنا ممكن في عندي كانت تشتغل معي ممرض أنا ما حبيتها أربعة شهور أنا بشتغل معها ما بتطلع بعيوني يعني أنا كثير بحب الاي كونتاكت الناس اللي بتعرفني بتعرفني أنا كثير قوي بالاي كونتاكت وبوصل أفكاري فأنا أتخير أشتغل مع شخص أربعة شهور ما أتطلع فيها لها الدرجة أنا ما أحب بيته مرتحة لا فالشخص عن جد بيتمنى لو أنا يعني أصلا هو يختفي يعني تنشأ الأرض وتبلعه في عندي هاي الصفة أنا أكرهوا حياتي هات الشي الإجابي أنه شخص إذا أزاني مرة ومرتين وثلاثة خلاص الله يرحمه يوهيني مني عندك بتحسي يعني بفايب الشخص قادرة تكشفي أشخاص مع أنه أنت مانيك دكتور ناسي أنت مجالك مجال التجميل أنا درسة جشتال ترابي هو دمج بين لغة الجسد وبين الإحساس شو أنا بحس أول ما أنا أتشوفك يعني في كتير قوات ممكن صارت معك إحنا مثلا بأي موضوع أو اتجاه أي شخص بنحس إحس إحساس هو بيجينا بثواني إحنا هذا الإحساس بيجينا خلال ثانية بس بعدين إحنا من روح من مختلف بعدين بطلع هذا الإحساس هو الصح قشل ترابي بعلمك تصدق هذا الإحساس يعني أنت مثلا أول ما شفتني في فكرة أنت خربت رولار رجع عاتيليها أنا أعيلا كتير هاي اللي جملي بس عاتيليها لأنه أنا I interrupted you بدي لأنا بتجنن هاي دي الخبرية أنا درس سنتين قشل ترابي قشل ترابي في أكتر من فرع الأولى هو لغة الشسد أنه أنا بقرس جسد تبع الشخص الثانية كتير أوقات سايرة معي وأكيد سايرة معاك وصايرة مع كل الناس أنه إحنا بأي موضوع مثلا موضوع شغل أو أنت مثلا شفت بني آدم أو صار موقف أول ثانية بتخطر ببالك فكرة إحنا عادة البشر بنطيرها ومنفكر بشي تاني القشل ترابي بعلمك أنه هي هاي أول فكرة خطرة ببالك هي الصح لأن أنت مثلا شفتني أنت أول مرة بتشوفني مثلا أخدت فكرة عني هي تيجي لأقل من ثواني بعدين أنت بتحكي معي بتشوف أنه لا الفكرة أنت أخدتها غلط هي حبابة هي كيوت هي عرفت كيف لا الفكرة الأولى هي الصح يعني اسمها فيبس أو الأورة تبع الشخص هي اللي أنا أول ما دخلت لعندك من دون ما أمثل أو أحكي كلام أنا حابة سمعكية أو أتصرف تصرف أنا حابة يعني أنت تاخذ الفكرة عني هي هاي حقيقتي فلازم نحنا نتعلم نسمع حالنا نحن للأسف ما بنسمع حالنا تالت فرع باللقيشتال الترابي كتير دكاتر نفسيين وممكن أنتوا بمجالكم كمان الأشخاص يعني مثلا بتحادثوا مع الناس حتى أنا مثلا كدكتورة بتعامل مع الناس بنفكر أن نحن نازم ندرس الشخص لقبالنا غلط نحن نازم ندرس حالنا قديش في أشخاص ما بيعرفوا مين أنا شو أنا بحب شو هواياتي شو يلي بزعجني شو صفاتي القوة يلي عندي يعني في اسألها لعشر أشخاص شو نقاط الأول اللي عندك شو نقاط الضعف ما بيقول لك لأنه هو ما قعد مع حاله ما درس حاله أنا قبل ما أدرسك بدي أعرف حالي بدي أكون أنا واقفة على أرض تصل وأدرس حالي عارف أنا شو بحب شو ما بحب يعني مثلا أنا بعرف أنه أنا نقاط ضعفي هي الثقة أنا تقريبا ما بسخ بحدا فأنا بحاول أشتغل على هذا الموضوع بس بنفس الوقت أنا في عندي مثلا صفة قوية أنه أنا مثلا بعرف حالي شو بدي فأنا لازم أطور هاي الصفة اللي فيني أنا كتير متحدثة قوية يعني أنا بعرف أوصل فكرتي وأقنع الشخص يعني في كتير مرضى بقولولي دكتورة أكيد رح نعمل بديك يعني معقولا نقول لك لا هاي غير شطارتي بالطب هاي شطارتي بالإقناع لأنه أنا أول ما تيجي البيشنت أنا أريتها أنا عرفت هي شو بدي يعني مثلا لما تيجيني واحدة وتقول لي مثال أنه هي بعد شهر رح تروح على حفلة ورح يكون طليقة يلي طلقها من عشرين سنة فأكيد أنا ما رح أقول لها بدك إبرة نظارة ما رح تعمل للشي لازم أعيرها تغيير جدري فكتير مهم إحنا نعرف حالي أنا شو نقاط قوتي ونقاط ضعفي بعدين بنشتغل على الشخص لقبالنا فهاي بالجشتل ترابي أنا أولا أول شي الإحساس الأولاني ما نكذبه وأنا حتى مع أنه أنا دارس الموضوع بس كتير أوقات بكذب وبعدين بندم ولياريتني صدقت أول إحساس شوفي هيدا الإحساس عطول عطول بيجي لأول لحظة أول لحظة بيظهر لأنه هيدا السيرفايفور اللي جويتنا العقل الباطني ونحنا كإنسان دغري بيصير في ديفانس يعني تلاقي الكلمات بالعربي أنه أجهزة الدفاع تبعولنا بنبهونا أنه أنا شفت شغلي أليرت في شي فيه رد فلاق يعني اللي هو العلم الأحمر شفتو شفتو هلأ اللي بيصير يا ضعف من الشخص اللي شاف يا قوة من الشخص التاني المتمكن اللي هو قادر يغطي على الشغل اللي انفضحت يعني بدون إنسان يحس يعني الشخصين بس يتلاقوا مع بعضهم هيدا السيستم عم يشتغل مع بعضه بنفس الوقت هي كتير بتلعب دور كمان عدم صغط الشخص بنفسه يلي حاس يلي حاس وشطارت الشخص التاني يعني الشخص التاني اللي مقابله بده بس يمر شوية حياتيات يعني كم كلمة على كم تصرف على كم سلام على دحكة من هون على شغلي هو اللي قردي بيغطوا بيشوهوا يعني هيدا الأملة الدخانية اللي بزدتها دغري الشخص نحن اتنينتنا متعامل فمنشان هيك كلامك مظبوط وعطول بنحسه منشان هيك بنتصادق مع هيدا الشخص أو بيصير في علاقة أو يمكن بتتزوج شخص بعدين بتنصدم وبتتذكر اللحظة أنا حسيت فيها هاد قطع الشعور بسراحة هاد قطع الشعور بيجيك انه اوكي اذا انا مثلا ما حسيت وصدقت الشخص اوكي بس انا حسيت انه هاد الشخص مو بس الشخص او مثلا هاي المعاملة او هاد الشغل انا مو لازم بفوت فيه يعني فيش شي ما كنت مرتاحة يعني ما تقول يا ربي انا ليش يعني ليش هاد درجة غبيه يعني عن جدء بحس هاد الواحد شوية فيه غمر لك هي شو بصير الاحساس بصير انه يا بصير واحد كذب حاله انه لا انا اللي عم فكر عم باخد فكرة غلط يا اما عملك سيطرة من الشخص التالي سيطرة من الشخص التالي يعني بكون دغري سيطرة على الوضع دغري خبل الموضوع فيه ناس مسيطرين كتير او هايدي هل هي السزاجة او طيبة قلب الانسان اللي ما قادر يشوفها من اول لحظة اه لا هي انا كتير بقامن بالانرجية تبعت البني ادم في انرجية انت خلقت فيها يعني في شخصيات يعني عندهم قبول عالي وان ما يروحوا الناس بحبوهم اوكي هو بيشتغل احاله بس هاي من ربي العالمي يعني في ناس عن جد القبول عندهم كتير عالي وفي ناس الزكاة عندهم الزكاة الاجتماعي كتير عالي كمان فبيعرفوا كيف يتصرفوا وفي شي انك انت اتعلمتو يعني قول سزاجة او نايف يعني نايف واللي ان هو قلبه طيب لأ هو قلبه طيب على الاغلب بس بنفس الوقت موقل الناس عندهم هاي الصفة على فكرة يعني انا بحسد الناس اللي هلا بتقولي انت شو ما بتحبي بحالي انا بحب حالي انا اوبرثينكينج وبحسد الناس البسيطة يلي مفارقة مع هالشي هاي الناس مرتاحة يعني انا ممكن الناس بتسألني ان انت مسلا حصلت على اللي بدك يا وان تو ثري انت مبسوطة اوكي انا مبسوطة بس انا تعبت لو وصلت لهم في ناس ما وصلت لهالشي بس هي مرتاحة انا بحسد هيك ناس تصدق ده بقول لها شغلة صغيرة بس فيه اشخاص بحطوا النية السيئة ضغري اول شغلة بحطوها بالدامون يعني بيعرضوها انه انا بحط النية السيئة لحتى الشخص التاني يثبت العكس وشان ما انصدم كمان وهيدا فبدوروا على يعني هايدي اللي انت اللي هم تقولي انه الاول احساس بتشوفيه بس انت عم تدعمي هوني عم تدعمي انا في نهاية الصفة انه انا اول شي بحط النية السيئة لحتى من المتهم بريء لتثبت ليدانته انا الا العكس المتهم متهم لتثبت براكته ليش صار معي هادشي لانه انا بحياتي كثير نسعت يعني من النسعت فتعلمت انه لأ انت بدك تثبت لي انك انت منيح تفضل ان تثبت لي انك انت منيح انا ما بعملك بطريقة سيئة لأ انا بعملك بطريقة كثير منيحة بس ما بحط الشي اللي حكيت لك عنه ما بحط توقعات تعلمت اني ما حط توقعات ما بستنى منك شي كويس ما بحطيك الثقة التامة وبصدق هاد إحساسي الإيجاني أول شي بس بخليك انت كمان تثبت ليا يعني هاد الشي اللي مو هلأ انا تعلمته هاد بعد سنين يعني أنا مثلا من عشر سنين ما كنت هيك أبدا بس هلأ صرت هيك بس بتلاقيه انه هاد الشي إيجابي ولا ولا متعب لانه قدي قدي انت راح تكوني قادرة تحبي إذا أصدقاء إذا أصحاب إذا قدي انت قادرة تكوني يعني أو مش انت يعني الشخص اللي بيكون هيك ديفانسيف شوي صغيرة بده وقت لا يقدر يمكن بده وقت هلا أنا إذا بدي أحكي عن حالي أنا بدي وقت بس إذا حبيت الشخص بفدي بروحي أنا في مسألة كتير بحبه أنه إذا أنت منيح معي أنا أحسن منك بس إذا أنت سوري مو أنت يعني المسألة هو إذا أنت حقير معي أنا على أحقر أنا إذا في عندي رفقات مثلا ثلاثة أربعة أشخاص بحياتي هما كتير أنا هدون الناس بفديهم بروحي بس لحتى هما وصلوا لهاي المرحلة هما تعبوا كتير وأنا تعبت كتير يعني صعب أتقرب أنا كتير إجتماعية كتير يعني ممكن مبارح كنت قاعدة بقهبة أزمة تعرفت على ثلاثة من القاعدين يعني كتير بتعرف بسرعة على الناس وبعمل علاقات بس هاي علاقات سطحية الناس اللي كلوز لقلي كتير قلال وهم أشخاص عن جد مثلي يعني شو معناتهم مثلي شخصات قوية بس طيبين يعني ما بيقزوا أنا أكبر صفة مبحثة بالبنية قدمين هين البئزوا أنا عندي قدرة أني أقزي أي حدا بس أنا ما عملت هذا الشي معناته أنا شخص كويس أنا بدور على هيك ناس الشخص اللي عنده الباور بس ما بيستخدمه للأذى يعني إذا بتشوف الناس اللي حوالي هم الناس اللي هيك هاي صفة كتير مهمة بس عم بتقولي إنه إذا أنت شخص منيه أنا أحسن بس هادي كمان فيها شوي من الجزء العربي اللي فيك اللي هو كمان متطلب يعني شوفي اللي قالك ليش بيقول العربي العربي والقبائل شو هني كانوا هني قوتهم قوتهم بالمجموعة يعني الشخص بينتمي للقبيلة للمجموعة وقوتهم من قوت المجموعة لأنه بالصحراء أو بالظروف الصعبة ما كانوا قادريني كشخص فردي أنه ينجح لازم يكون بينتمي للقبيلة وعنده انتماء لألة ومخلص لألة فالطلبات من القبيلة بتطلب منه كل شي تفديه بروحه وهو بده يفديها بروحه وممنوع يطلع بره إذا طلع بره على القبيلة بيكون يعني خاين للقبيل بيكون يعني ما في سماح بالموضوع لأنه نحنا كلنا كمجتمع عاملين مجتمع صغير نحنا قوتنا بأنه يكون إيد وحدة فهون بيصير في شوي طفنس بالموضوع أو يعني بيكون فيها حزم أكتر أو بيكون فيها أسوأ أكتر على الأشخاص أنه أنا كشخص ما عندي يعني حرية التعبير عن حالي أو أرائي خاصة فيي أو هيدا عم نحكي بالإكستريم تبعه فبصير أنا كل شي بدي أعمله بمقبيل أنه رد جميل أو أنه أعطي هاللي عم يعطوني روحهم كمان نفس الوقت عم يعطوني كل شي وهني أكرم مني يعني إحنا عم نحكي إذا شخص أكبر من الثاني بيكون هو أكرم مني وعم يعطيني بس أنا بدي أفدي كمان بيروحي وبكل شي بملكه وهيدا الشي حلو يعني فيه جزء الحلو العربي الأصيل بس فيه جزء فيه شوي يعني بالهلأ بالحياة السريعة منه عملي كتير يعني وما بعرف قديش هيدا الشي موجود عندك أنه أنت عم تكوني قوية كريمة بس متطلب جدا ومتواقع من الشخص الثاني ويعطيكي نفس الشي أقل شوي عم تقولي يعني حتى أنت حاطة حالك بيبوزيشن أنا بعطي أكتر يعني إذا أنت منيح أن أحسن منك مو لأنه أنا حبي سيطر لا لأنك بتعطي كتير يعني أنا إذا الشخص عن وجهات حبيته بعطي من دون ما أفكر يعني مو أنه هالشي عن خطة هلأ ممكن كلامك صح أنه هاي العلاقات بتلزم هي بتلزم بالنسبة لألي يعني بحكي مثلا عن رفقاتي هؤلاء ثلاث أشخاص صح الغلطة بكفرة بصراحة يعني بحكيه هما بيعرفوها الأشخاص اللي فاتوا لدائرة ثقة رولا ما بصر يغلطوا مع رولا يعني أوكي هما قلهم حياتهم يعني أنا ممكن كمان أنت ربيت أوكرانا ما بفرق معي أنت شو بتعمل بر حياتي يعني شو عاداتك شو تقاليتك شو رفقاتك شو هواياتك I don't care بصراحة يعني أنا كتير بتقبل أي حدا مين ما يكون أوكي بس معي في حدود يعني مثلا أنا ما بحب مثلا أنا وياك قاعدين عم نشرب أهما وحكيت لقصة حتى لو هي تافة يعني مثلا قلت لك والله أنا بحب الـ Spanish double coffee ورفقاتي بيعرفوا هاي الصفية هي مزعجة بصراحة بس إذا أنتوا بتحبوني خلص تقبلوني مثل ما أنا إذا أنت طرحت وحكيت لفلان أنا رولا بتحب الـ double Spanish بالنسبة لي إلي أنت طلعت شي أنا حكيت لك إياه حتى لو شي تافة أنا عندي موضوع يعني النشر الحكي اللي بيصير بيناتنا خط أحمر موضوع الثقة يعني أنا مسلا عطتك الثقة معانت أنت دخلت على الدائرة الكتير صغيرة فإذا بتريد إذا أنت دخلت على هاي الدائرة كون قد الدائرة هالشي كتير صعب أنا بعترف ورفقاتي اللي معي هلا أكيد رح يسمعوني هما بيعترفوا بهذا الشي وبتعذبوا بش بدنا نساعد الحياة صغيرة مش معقول لأكون أنا إنجابية لهذا الدرد ولازم يكون تشبية سلبية لا الكتير بيه أنا عارفي عارفي هيدا بس أنا اللي بتمنى منك أن تهيئ الأشخاص لا أنا بهيئهم على هالأمور أنا بهيئهم نفسيا يعني الدخول لحياتي الخاصة فيها مراحل أحد المراحل أنا شو بعمل والعواقب كميلا والعواقب صح أحد المراحل أنا مسلا بحكي لهم قصة شخص كان معي بحياتي وهيك عمل وشو عملت فيه أنا بعدين أكيد كل شخص عنده سلبياتي أنا رح أكذب إذا قلت لك أنه أنا فريفكت بس أنا في صفة إيجابية أنا بعترف بأغلاتي هن موجودين ما في غيرهم يعني في صفات فيه سلبية طب أنا هيك شو عمل بحالي بحاول أشتغل على حالي الصفة هاي كتير صعبة وكتير متعبة هي صعبة هي حلوة وطاف هي حلوة وطاف أنا ما بعرف أديت شبيهة قريب بس أنا أشبهها بالعروبة وكتير بالأشياء وصعبة لإلي وصعبة للشخص اللي معي وصدقا بحاول أغيرها بس دغري بيطلع مع الكرم يعني أنت بدون ما أنا عارفك رولا هايدي دغري بيجي مع أنا إنساني كريمة أنا إنساني بعطبة لمقابل هولي هولي يعني هولي الأدفانتج طب أولا خلينا حتى ما بطلع بس على الدس أدفانتج بس دس أدفانتج بيخوف بيخوف بس والله بحاول أشتب شو عمل بدي دروس علم نفق يعني دروس مع أدك لا الدروس أنت موجودة بأوروبا يعني هو المزيج بين الشخص هيدا الكريم كتير بس متطلب وطاف ما بسامح إذا بالغلاء ما بسامح بس حسب يعني برجع بقول لك مثلا أنا عندي مثلا ميت صديق الميت صديق ما بفرقوا معي إذا غلطوا عادي بمرقهم بس الشخص اللي كلوز يعني أنا بحكي عن الأشخاص اللي عن جد كتير قراب هذول الأشخاص اللي كتير قراب للأسف إيه أنا ما بسامح للأسف بس ما في يعني أنا عطيتك أغلى ما عندي أغلى ما عندي هي الثقة ما هي هي أنا هون بدي إليك أنا أكيد يعني واجهتي غدر أو واجهتي مشاعر صح كتير من أقرب الناس وكلما كان الشخص قريب كلما هو استغل نقط ضعفه فأنا إذا يعني برجع بقول لك أنا ماني مبسوطة بهاي الصفة يعني مو أنه أنا بفتخر فيها بس أنا بعترف فيها أنها موجودة أنه الشخص بس بنفس الوقت يعني مثلا أنا برجع بفكر أنه بقلبها أنا بحب أحط حالي مكان الشخص اللي بقابلي أنا مسلا بحب رولا أنا مسلا بتهمني علاقتي مع رولا كصداقة كزمالة إذا زوجي إذا رفئتي أختي أنا بعرف أنه رولا بتزعجها واحد نين ثلاثة مو عشرة بس في تلت صفات رولا بزعجوها أنا بكون كتير واطية إذا أنا بعرف أنه هالشي بزعجها وبعمله عن قصد أعني أنا مسلا إذا الشخص ما بيعرفني وعمل معي هاد الغلط ما بزعل منه لانه هو ما بيعرفني ما بيعرف مين رولا بس ما بيعرف ما فوتتي انت على الساكر أنا فوتت وانا حكيت لك انت بتكون انت ما بتستاهل تكون رفيقي او شخص مقرب اذا انت عارفان انه هاي الصفة تزعجني وانت عملت عن قصد وانا ما بصدق انه الناس تتصرف من دون قصد ما هي هي رولا انا هيدا اللي هاي مشكلتي فيها مشكلتي انه المعيار انت حاط الطي معيار الغدر ولا الغلط او كذا بس انت حاط الطي وانت عم تشعر فيه الشخص الاخر ممكن يكون غلط كلنا من غلط بس يمكن احساسه بقديش غلط انه يمكن بسيط ما انه ما ما معتبره كبير هيدا الشي ما بقرب مني اشخاص بسيطة لا 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 ما بقرب مني هيك الناس لازم تكون الشخص عميق يعني لازم يكون مثلي يعني انا مثلا في عندي رفيقتي هيها هي هاني مديرتي العيادة انا بعرف انه هي كتير بتحب حريتها يعني اوكي انه ياكي رفقه بس مثلا ما تسألين انت لون يوم بروحتي في كتير رفقات بعتبر اذا هاي رفيقتي فهي ملكي انا بعرف هاي الصفافية وبحترمها خلال 3 سنين انا بحيتي ما سألتها بحيتي ما زعلت انا ممكن اوقات اكون انا حابة اطلع معها بس انا بحترم ان هي بهاد الوقت تعالع مع اشخاص غيري او هي مثلا انا جاعة بالي اطلع مثلا العب شدة مثلا هي مجاعة بالها ممكن لو هي حشخص تاني يقولها لا ما عليش وتعالي هي بالذات لو انا بعرف هي الصفة هاي فيها هي ما بتحب خلاص اذا ما بدي انا ما بدي فانا بحترم هاد الشي اذا انا ما احترمت خصوصيتك ليش انا فئة اصلا اسمي اذا ما احترمت وقت ضعفك مثلا ليش انا يعني عرفت انا كيف بفكر فيها انه انا ما بتصرف هيك مع اي شخص انا بتصرف هيك مع الاشخاص اللي عن جد بيعرفوني وانا بعرفهم ومثل ما هما بتصرفوا معي انا بتصرف معهم يعني ما بعرف موضوع كتير سمبل ليش عقدتوا ايضا لا لا هو سمبل بس يعني هو سمبل بس صعب اي انا بعترف انا صعب وغلط ولازم اشتغل عليه ان شاء الله مش انت مغلط راح اسأل بس الحالية لازم ما بسامح بس بوعدك ممكن اذا عملنا انترويو بعد عشر سنين بعد ما اكون دمرت الناس اللي زعلتني كنت خير بس تحيي لزوجي كافكرة لاي لان ما تحملني لا مش انه انه قادري يوزن بهالمعادلة اللي هي فيها الغام وصعب شوي سبيلي اي صح بصراحة هو ما في مني بصراحة يعني هو ترفع له القضاء رولا خبريني انتقلت على دبي اول شي شو يعني لش جيت على دبي و جيت لحالك انا هلا بشرح لك لش جيت لحالي انا اول شي كنت اشتغل باوكرانيا بالتجميل من 2011 انا دكتورة جلدية وتخرجت ب 2010 و باوكرانيا انت فيك تدرت جلدية وتشتغل بنفس الوقت انا في 2011 بشتغل بالتجميل انا كتير بحب شغلي يعني انا قولي شو اكتر شي بتاع الشائي هو شغلي يعني انا اصلا ممكن مشان هيك نجحت بشغلي لانا ما بعتبره شغلي انا بعتبره هاي هوايتي انا بحب مرضاي بحب المكان اللي بروح عليه انا يوم الجمعة وسبت اجازة قعد عم السنة الاحد لروح على الدوام انا كتير بحب شغلي بس باوكرانيا فيلك حدود كاجنبي يعني انت كاجنبي بفضله يرفعوا الاوكراني وانا طموحي يعني ما لا حدود بالنسبة لي انا لسه ما وصلت ولا على شي يعني كتير ناس بيسألوني انه انتي وصلت لطموحك لا مو هاي طموحي ابدا انا لما كنت بالجامعة وكان عمري يمكن 18 و 19 سنة قالوا لي شو طموحك وقلت لهم اصير وزيرة التعليم العالي بسوريا يعني هاي انا بنت صغيرة لسه فلما باوكرانيا وصلت لمرحلة انه هاد حدك انا حبيت اغير هاد اول سبكت حابة اطلع الشغلة الثانية برجع لموضوع انه انا صحيح كتير بحب اوكرانيا بس اوكرانيا كتير عنصرية وانا كتير بحب الدين يعني حكيته اول شي انا ما بحب العادات بس انا بحب الدين امي ربتنا عالدين امي عندها القدرة انها تربي جيل بدولة متل اوكرانيا عالدين تفصل الديل مع الدولة انا ما عندي هاي القدرة صراحة فانا ما حبيت اربي ابني ويضيع يعني انا بعترف انه انا ما في اعود مثل امي بالساعات تعلمني العربي على فكرة انا ما درست عربي يعني انا بكتب وبقرأ عربي وبحكي من امي يعني انا مدرسة بالروسة انا ما عندي هاي القدرة اني اقعد مع ابني ما بقولوا رحم الله رأينا عرفه قدره فوقفه عنده أنا ما عندي هالقدرة أنا والله يقعد مع ابني ودرسه العربي وأنه يكتب عربي وأنه يدرسه الدين فأنا حبيت أنتقل على دولة عربية لحتى يعني حدا يساعدني بهالموضوع هاد السبب الثاني الثالث انه اختنقت يعني في فترة قبل ما سافر بوكرانا سفرت في 2019 كان وضع كتير سيء والناس سارت أنصرية زيادة عن نزوم وكان في تعليقات عن موضوع الحجاب كتير فأنا يعني أنا شخصيتي أقوى من الكان موجود أنه أنا في أعمل كتير أشياء بس أنا محددة لأنه أنا محجبة أو أنا محددة لأنه أنا عربية أو أنا محددة لأنه لوني غير أو شكلي غير أنا ما بحب هذا الشي فأنا حبيت أني أطلق ووقت كنت مناوية أطلع على قطر فقدمت على قطر وسبحان الله قبل السفر بأسبوع منكسرت أسبوعتي أنا بركب بسكريت منكسرت أسبوعتي فدقيت للأونر وقلت له أنه أنا أسبوعتي اللي بشتغل أطلق فيها انكسرت فشو أعمل أنا ليش اخترت قطر لأنه السوريين اللي خرجين أوكرانيا بقطر ما في تعديل يعني ما في تعديل شي هذا أنا كان بدي شي سريع فلما خبرتهم أصبعتي انكسرت قال لي أنه أوكي الشهر ما رح تجي بس بلشي نزل على انستغرام دول خليج الإمارات قطر سعودية هيك أشياء وبخلال هاد الشهر لأني أونر الإمارات وعرض علي شغل أنا زوجي مواريد الإمارات وأهله ساكنين براس الخير من خمسين سنة فأنا شفت أنه هاد شي إيجابي أن روح الإمارات أول شي بساعدوني بالولد وتاني شي أنه في أهل يعني وأنا أصلا كان حلم الإمارات بصراحة يعني هي حلم أي شخص بس أنا استسهلت قطر لأنه ما في تعديل فشو قلت أنا عندي جوب أوفر تبع قطر رح قدم تعديل الإمارات زبطت زبطت ما زبطت على الأقل إلي شرف المحاولة وزبطت فجيت لما جيت أنا على الأساس إجي أنا وابني ومسلا كانت وقتها السوريين صعب يفوتوا على الإمارات أنا كدكتورة دخلت زوجي مهندس فكان لازم أنا إجي وبعدين أبعث له دعوة فأنا أول ما إجيت الحمد لله على وشي صارت كورونا وتسكرت الدنيا لهيك زوجي ما قدر يجي يعني تم زوجي تقريبا عشر شهور تقريبا عشر شهر بأوكرانيا وأنا هون مع أبني لأنه هو مو قادر يجي يعني أول شي تسكرت مطار مطار الإمارات بعدين تسكرت مطار الأوكرانيا شي خمس شهور لحتى هو قدر يجي يعني أنا جيت بشهر ثلاثة هو إجيب شهر إدعاش فهذا هي جيت على الإمارات بس جيتي وبلشتي كوظيفة جيت وبلشت كوظيفة صح من ثلاثة سنين من ثلاثة سنين بس من ثلاثة سنين صار عندك عيادة لأ أنا عندي عيادة صارت تسعة شهور معناته أنا بعد سنتين صارت يعني أوكي بس أصدي فترة ثلاثة سنين يعني إذا ما نشيل كورونا ومنشيل هؤلت تسعة شهور هلا يعني فترة سنة ونص عيادتين ما شاء الله يعني هالطموح وضغري فتة مجازة فيه هلا أول شي رح أقول لك أول شي أنا عنجد يعني أنا كتير بعتبر هلا مثلا في كتير ناس مثلا بقول لك تعال نفتح عنه ياك بزنس ممكن أنت تشوف فكرتي شوي يعني ليش اخترتي هاد الشيء أقول لك مثلا تعال نفتح مثلا بلمير مطعم تقول لي معبيين مطعم بس أنا متأكدة أنه مطعم يرح ينجح يعني أنا فيي هاي الصفة أغلب الناس يعني هاد ممكن خلافي شوي أنا وزوجي إحسان إحسان كتير بيحصل أنه لأ أنت راحي على الإمارات على دولة فيها كل هالدكاتر التجميل أنا بقول له إيه كل هالدكاتر التجميل أنا اللي راح أنجح يعني أنا فيي هاي الصفة التحدي فأنا لما جيت جيت بشهر اثنين اشتغلت شهر بعدين ثلاثة وأربعة تسكرت الدنيا بكورونا بعدين صرت تروح على العين مرة بالأسبوع يعني تقريبا أنا فيك تحكي بلشت أشتغل بشهر ستة بلشت شغلي يصير منيح بالاختلاف يلي فيني يعني أنا من النوع الكتير بحكي أنا يعني مش كلتي كمان أحد مشاكلي أنا ما بعض المجال لحد يحكي أنا كتير بحكي فقط أطلع بالسوشيال ميديا وأحكي مع الناس بطريقة كتير مبسطة يعني أغلب الدكاتر هلا الدكاتر هلا الموجودين تقريبا صاروا يعملوا عن نفس الطريقة بس من قبل إذا بتتابع دكاترة التجميل أو أي دكتور من ثلاثة سنين بطلعوا بيحكوا مثلا هاي المادة هيك مكوناتها هيك أساسة بتعمل هيك أشياء أنا كنت شوف هالشي طبعا أنا هالشي اللي ساعدني شغلي بأوكرانيا أنا كنت أشتغل خمسة سنين بمشفى اسمها أكسفورت ميديكل مشفى كتير معروفة هونيك وكان يدربوني كان كل شهر يعملونا أنا كتير تعلمت منهم فكان يقولوني أنا إحنا إذا أنا مثلا بدي بيع لك شي أنا بدي بيع لك شي بلغتك أنت ما أنك طبيب وما بتفهم شو يعني في الروبوتوكس ولا بتفهم بالأوعية ولا بالأعصاب ولا بالأشياء الطبية أغلب الدكاتر بيطلعوا لابسين طائم غرافيتا قاعدين مثل حتى البنات لابسين من صنفستان وعم بيحكوا بطريقة طبية أنا كنت أحكي بطريقة كتير مستوى الناس العاميين لا يعني أقل بس هما مو دارسين طب يعني أنا كنت أورجل على أصابعي وعلى وشي وعلى الورقة والألم شو رح يصير فيك لما تحقني فلر ما كنت أحكي أنه مثلا إحنا رح نحقن بالنقطة هاي ورح نحقن هالكمية لا كنت أحكي إن إحنا رح نعمل بتصري هيك خلص هي فهمت يعني هي فهمت هي شو رح تحصل هاد الشي اللي خلى الناس تتقرب مني وتحبني وغير هيك أنا هلأ شوي لغة العربية منيحة أول ما جيت كانت مكسرة فكانت لغتي تلفت يعني دايما أي شي غريب بيلفت النظر فأنا عنجت خلال العيادة اللي كنت فيها خلال السنة هما اللي عرضوا علي يفتحوا لي عيادة كانت اسم العيادة ديرمازون معي نقلت على ديرمازون باي دكتور رولا يعني هي العيادة فتحت لي عيادة بعديها أنا حسيت أنه ليش أنا أشتغل مع حدا حتى اللي هما فتحوها باسمي بس هي قالهم لأ أنا قادرة إني أفتح شي لإلي يعني أنا خلال أوشي نقلت لهون بعد سنة ونص وبعد نص سنة من هون نقلت على عياتي السوشال ميديا كمان يعني حكيتي عن شغلي أنه أنت إجت طبيعية أسلوبك هيك بس هي السوشال ميديا بحاجة لشخص يكون طبيعي صح ومنو حاطت يعني منو عامل أقنعة وبوليش وكثير هيك يعني تلفزيوني الموضوع وستيج وكذا لأنه بيصير مرفوض تلقائيا بيصير مرفوض وخاصا إحنا عم نتعامل مع ناس عاديا إحنا ما عم نتعامل مع ناس دارسة يعني أنا مثلا أكتر من مرة مثلا ماركتينج بيجي بيقولوا لي لازم ننظم صفحتك أنا صفحتي حلاوتها بالعشوائية اللي فيها يعني أنا يوم بنزل ستوري أنه أنا زعلانة يوم مكتئبة يوم أنا مبسوطة هاي الأفوية بتقرب الناس منك بتخلي الناس تحس أنه أنت وياهن واحد خاصة الموضوع عند العرب الدكتور دكتور عن جد يعني شي كتير سيريوز لا الدكتور كمان بني آدم يعني أنا مبارح كان عندي موضل كنا عم نحكي بموضوع قدام الموضل فالموضل بتقول الدكتورة بتعملي هيك وتل مين قال لك أن الدكتورة مش بني آدم أنا مثلي مثلك بشرب وباكل وبنام وبزعل يعني الدكتور هو كمان بني آدم فلما أنا كبيشن أشوف دكتور مثلي أنا بحب روح عليه طبعا غير أنه الشغلي أكيد حلو يعني اختلفنا بس لا الشخصية لعبت دور أكتر من الشغل اي مضبوط ما هو فيه شغلتين مهمين بالطريقة اللي عملتيها بالسوشيل ميديا أنه بتحطي البراند هو أنت يعني العالم العالم قادرين تريليت يعني أنه يقولوا هيدا البراند هو الدكتور رولا صح فيه وراء إنسان فيه وراء شخص موجود صح مش مستشفى أو يعني أو براند نايم هيدا شغلة كتير مهمة ورولا نفسها هي إنسانة طبيعية مش عم تتصنع عم تحكينا اللي بقلبها وش اللي نحنا مثلا ينفعنا أكتر وهي مش حاطة هيدا الأقنعة أبدا وأنا بتوقع هاد أكتر شي يقرب الناس مني مضبوط لأنه هي هي شوفي أنا عطول بقولها بس الموضوع العالم عندها كان حاجة للتعبير عن عراءهم ويشوفوا أشخاص تانيين يعبروا بنفس الطريقة بالسوشيل ميديا لأنه التلفزيون صار له مئة سنة بحط لنا أشياء متل ما هو بده يعني التلفزيون بحط لنا البرودكت وبيبيعنا يغس من عنا بحط لنا مواضي حلوى بحط لنا قواعده هو قواعده هو لا وبيحط لك مواضي حلوى معمل لها فوتوشوب ومظبطة ومدرش هو ببيعك برودكت مقبيلة يا حيالله برودكت مقبيلة فعلى طول نحن لما نشوف شخص مدروس بقعدته بتصرفاته بنعرف إنه هيدا الشيء جايب يعني شيء من ورا يعني عم بغشنا أكيد أنت لو تتابع السوشال ميديا أول شيء أنا ما بتصور بفلتر موسيقى بالنفس لا بس أنا إذا دكتور التجميل عم تصور بفلتر فأنا أسكر عياتي أول شيء تاني شيء أكتر فيديوهاتي يعني أنا معروفة بين الفيل التبعي أنا ممكن أصورك بدون ما تنتبه وننزل الستوري عادي يعني إذا الشي فاني كتير فيديوهاتي عفوية يعني في كتير دكاتر بقول لأ إنه أنا دكتور وأنا لأ الناس بتحب تشوف أنه أنت مين أنت كدكتور إنسان فكتير مهم إن الشخص يكون حقيقي كل صفاته كل عيوبه أنا هيك قدي تعرفتي كمان من خلال السوشيال ميديا على الزباين أو تسميهم مرضى أو بايشنت وكيف صرت علاقتك معهم وكيف فهمتي كمان قديش تفهمين الأزواء اللي موجودة بالبلد هون بالوطن العربي بدوباي حلا أول شي أنا تقريبا تسعة وتسعين بالمية من البيشنت اللي عن طريق السوشيال ميديا يعني أنا ما عندي مكان تاني بيجي منه بيشنت أغلق أكتر شي من السوشيال ميديا وهيا صار طبعا وورد أوف ماوس بس حت الورد أوف ماوس عن طريق السوشيال ميديا وفي صفة أنه أنا أنا اللي بجاوب على الخاص يعني هاي كمان إن شاء الله مهمة لدكاترة بالمستقبل إذا مثلا حدا حاب يعمل شي لما أنت اللي تحاكي البيشنت أنت عرفان هو شو بده شو واجعه لما البيشنت تشوف أنه الدكتور أنا كمان كتير زمان كان يجيين تعليقات أنه أنت الدكتور الوحيد اللي بتردي علينا أنا ممكن أعود للفجر للصبح أرد على البيشنت هي عم تشكيلي من جوزة وهون ورمت وهون هو شو حكالي وهون أنا شو عملت فهي بتحس بتحسني رفيقتة فأوقات ما في دكتور ما عنده أخوات يعني أكيد وأنا دائما بعتبر خمسة بالمية من من البيشنت حالات سيئة يعني مثلا إذا أنا عندي ميت بيشنت فهما خمسة إذا عندي ألف فهما خمسين هذا المينيوم فحتى هدول الناس اللي بتكون ما كتير مبسوطة بترجعلي لأنا بتحب أسلوبي بتحب أن أنا على تواصل معهم وشغلة كمان كتير مهمة كمان أنا تعلمت بالأكسرت ميديكال أي شخص أنا وأنت منحب نريح يعني منحب الشخص اللي بريحنا هاي كمان شغلة كتير مهمة كمان كتير فادتني يعني مثلا أهلا رايحي عمل أضافري بقولها عملي اللون اللي بدك هي بتقول لي اختاري يا أحمر يا زهري طب أنا بدي أنت تريحين انت الماشية بالسوء وانت عرفان هلا شو اللي دارج قديش أنا راح عنبسة إذا قالتلي بتعرفي دكتورة اليوم هلا كتير دارج مثلا البينك علي لمعه راح عمل لك أو بيلبألك أو بيلبألي فأنا كمان هيك مع البيشنت أنا بحكي لهم شو بدهم وبتواصل معهم على السوشيال ميديو وبحلمهم حتى يعني أنا بعرف كل قصص مرضاي مين انطلقت مين انتزوجت مين يعني كل القصص أنا بعرفها وفيني نصفة كمان بتساعدني بشغلي أنا بتذكر قصص أنا ما بتذكر أسامي أبدا يعني أنا المرضى اللي يجعون عندي شي مرة مو متذكر اسمها بس أنا بتذكر وجوه كتير ميح يعني الشخص إذا إجعاني مرة من سنة ونص لو بترجع لي بقول لها أنت كنت عندي من سنة ونص وأنا عملت لك واحد اثنين ثلاثة وبتذكر القصة اللي حكيت لي هاتش كمان شي كتير ساعدني يعني أنت مثلا لما تروح لعن الحلاء تبعك وتحس أن الحلاء متذكر من أنت معنك أنت كنت آخر مرة من سنة قديش بتحس أنه هاد بيتك مضبوط بيصير في علاقة وبصير في ساقة وبصير في مثل ما أنت قلت أنه أنا جاي لعندك أنت تنصحني يعني استشيرك أنت شو بيه البقلي وهالقصص وكتير مهم هذا الشي بالتجميل وخصوصا أنه الشخص بده يصير أحلى أو أجمل أو واسق من حاله بس بنفس الوقت هو خايف ما بيعرف شو بده ما بيعرف إذا هالشي رح يلبق له أو عم بيبالغ أو بتعرفي يعني لأنه حكينا قبل ما نبلش بودكاست عن معايير الجمال اللي محطوطة فمرات الواحد بيكون يا أما نغاش أو عم بيشوف فليتر أو معايير جمال مبالغ فيها أو شي فبده حدا عنده الخبرة وبنفس الوقت يحسه كصديق حلق أول شي عن موضوع معايير الجمال إحنا حكينا فيه من قبل أنا طبعا مثلي مثل أي دكتور تجميل طبيعي بيعتبر أنه كل شخص جميل بس أنا لازم أدور عنه أعطل قوة بالشخص وركز عليها يعني مثل ما بالشخصية كنا عم نحكي كم كمان بالشكل يعني مثلا لما تجيني واحدة مثل عيونها ما شاء الله كبار أنا كثير بناقش الشي بالبيشنت مثلا عيونها كبار وهي مثلا بيضة وعندها خدود بس مثلا عندها تراجع بالدقن وشفايفة صغيرة وبدها تعمل جولاين تعرض أنا إذا عملتها جولاين رح أبشعها لأنت أصلا هو نعرضها وعيونك كبار فإحنا عم نعرض لازم بالعكس نركز على الوسط مثلا أنفق لك شفايفك وعملك دقنك بتبيني كثير كيوت فمو شرط أنت تكوني مثلا مثل النجمة هاي أو مثل رفقتك ملي nueva Crown او مثل جارتك لا أنا بعمل لك شي Europe اللي رفعي جملك أنتي أنا هلأ عامل تريند اسمو باربي تريتمنت فكرة البار بريتمت أنه أنت مثل ما أنت ابوشك أنا ما رح غيرت بس رح مثلا أحسن البشرة رح أشد الوسطى وراح على أجمل شي عندك يعني مثلا بأجمل شي عندك العيون بمسلا بعملك بوتيكس حول عيون أنتي أجمل شي عندك الخد بركز على الخد أنتي أجمل شي عندك الشفايفة بركز على نقطة قوتك لأبرزها بالزيادة لحتى تصير ملفتة بالزيادة هادو الشي كتير مهم او كيفي كتير ناس بتحب انا تكون ممكن انا امشي مع هون انا هاد قد ما كان بزنس لحكي الصراحة بس بحاول اكتر لا اكون انديبيدون طيب و انا ما عندي كتير خبرة بالموضوع انا غير مو عمل شي عامل بوطوكس انا خليني اقول لا فيك تجي لعندي بعمل لك مرة بعد ما يروح المفعول طيب ببيتك قلت لك انا كتير قوي بالمحادث انا بخلي الشخص يعترف شو عمل لما مش قادر كذب عليك يعني بس مرة بالسنة يعني مش لا بس انت ما شاء الله ما بتحتاجش يعني انت بس عن جد هاد طبعا اكيد انت مش بها ربيبت اذا بان مش عالباربي تريند انت اللي لازم تشتغل عليه هي منطقة تحول العيون لان هي هي نوتة قوتك يعني انت نظرتك كتير قوية وعيونك عميقين بس كبار وواضحين فلو تركز على منطقة تحول العيون بتصير شخصتك اقوي يعني هي ما شاء الله شخصتك اصلا قوية مش بحاجة بس يعني تبرز بزيادة بس ادي في فرق بين يعني في كتير فرق بين الرجال والامرأة من ناحية التجميل لانه يعني اوكي انا بقلك مثلا انا بحب ساوي ديتيلز صغيرة مثل بوتوكس انا مش ساوي غيرة بس انه بس بضل حافظ بحب التجاعيد بحب انه الرجال ما يصير ما يصير يصير فامنا باللوكو خصوصا اذا الحواجب طلعوا لعاليين وهالقصاص يعني في الموضوع دقيق عند الرجال اكيد هلا اكيد اصلا بعلم التجميل احنا لما ندرس تجميل الامرأة هو باخترف تماما عن تجميل الرجال يحبطه نقاط الحقن يعني مثلا لو احنا عم نحكي عن بنت انا بدي ارفع لها حواجبها سحبة العيون الرجل لا بخلي له تجاعيد مثل ما انت حكيت بس بخلي نظرته حادة اكتر يعني نظرته اعمق هاي نقاط بوتوكس معينة انه بتصير انا بسميته هذا عيون السقر بتصير النظرة اقوى ابدا مو انه بترتفع الحواجب فكتير احنا مثلا من ركز على تجميل الرجال وتجميل النساء حتى بنقاط الحقن الرجل لازم نعمله طبيعي كتير خاصا احنا هون بدول عربية يعني هون قد بأوروبا اكتر عادي متعودين هون لا لازم ما يعلم يعني مثلا انا ممكن عادي احقن بجلسة واحدة لبيشنت بنت اربع خمس ابر الشاب لا بفضل اسمله مشان ما يورج يعني ما يبين انه ورمان او مزرق او علامة الابار انه قاطر منحقنها للرجل بتختلف كليا عن المرأة يعني مثلا رجل نحف كتير بتيجيل عندي خاصة مثلا الدول الخليج كتير مثلا بعملوا تكميم وبنحفوا فبينزل وشهم المرأة لحتى شد لها وشها بحقن بالخدود فبصير عندها خدود حلوين ومجدودين الرجل ما بقعد عن خدود نهائيا برفع بالصديان وبالجنان يعني ما بعملوا هاد خد الامرأة فكتير مهم كمان بس هاتنا مندرسوا كل دكاتر التجميل بيدرسوا انه تجميل الرجل غير تجميل المرأة وحتى نوقات الحقن والكميات وحتى في اوقات نوعية الابار بتختلف طيب دكتور رولا شو هن الأشي اللي بتعاملوها عندكم بالعياد يعني زاهيكي بس بالتايتلز طبعونا هل أنا عندي عيادتين دبي وأبوظبي أنا موجودة في دبي في عندنا كل شيء انجيكشن فيلر بوتوكس ثريتس ميذا ترابي سكين بوستر وعندنا ليزر عندنا ليزر شد غير جراحي والهايفو والليزر هير رموفر وعلاج التصبغات وعلاج البشرة والشعر وبأبوظبي عندنا كمان سليمين دي بارتمنت وأسلا مع عيادة بأبوظبي أكبر ولما هايدي القصص كلها هايدي نعم نحنا عم نحكي بالجسم كمان ولا ولا وجه بس الجسم الليزر وأجهزة السليمين بأبوظبي وأنا هلأ عم بدخل جراحة بس عم نسنا الترخيص فرح تصور فيه جسم كمان بس لسه ما يعني ما لقيت دكتور مناسب لعياتي ده بسؤال كيم كارديشين وكايلي جانر وبتحسيهم شفناهم قبل بمراحل يعني أول شي كانوا حلوين بعدين صاروا كتير بشعين بعدين ندروا رجعوا وظبطوا لأنه هلأ درجة موت الطبيعي يعني إذا مثلا انت بتشوف مو بس هدون حتى الناس الطبيعية بالشارع من خمس سنين كان درجة الشفائية الكبيرة الخدود الأوفر يعني مثلا في كمان ممثلين عرب مو بس أجانب الجولاين العريض هلأ هالشي كله راح هلأ راجعين للطبيعي أنه الطبيعي أحلى هذا اللي أنت كنت تحكي عنه أنه إحنا نركز على الشخص ما نعمل كلنا كوبي بيست وكل واحد يركز على جماله بمجال التجميل إن كان بأوروبا ولي أمريكا ولي الدول العربية هلأ الأغلبية ملتجين للشي الطبيعي حتى بالجسم هذا الجسم اللي عامل هاي ما عد حدا يعني الدكتور الشاتر ما عد صار أوفر كتير لأنه الناس عرفت أنه هالشي فيك وأنه أصلا في ضرر صح يعني أنا لما أحقن هاي الكميات بالجسم واللي بالوش ما باعش رح سير بوشي بعد ثلاث أربعة سنين يعني أنا مو دكتور التجميل أنا مو عاملة غير شفاية في ودأني ومن سنة يعني ما بشتغل أوفر يعني أوكي بشتغل على البشرة كتير أنا كتير بشتغل على البشرة يعني هي البشرة بالأخير رح تنقذني مع العمر أنها ما تنزل التصبغات التراهل يعني ما بحتاج أحقن فلد كتير لما أشتغل على البشرة بس أني أحقن هالكمية بس لأي الدكتور التجميل خلط لا ما بيصير أنا وشي كمان دعاية لإلي يعني ما تجيني بيشن تقول لي أنا بدي شفاية وأنا شفاية في أصلا هيك فأنا شو بدي أعمل له إذا أنا هيك شفاية فيه فكتير وأنا مع التجميل الطبيعي مضبوط مضبوط يعني وكل ما كان بسيط وحلو يعني أنا هيك رأيي أنه يكون كتير أحلى كل شخص عنده عيوب وأنا عندي عيوبة بشي بس مو شرط أكون يعني ليش؟ يعني أنا مثلا أنا أكتر شي بزعجني بالشغل لما تيجي مو بزعجني بس يعني هاي عن جد مشاكل الشغل لما تيجي لعنتي بتقول لي أنا مثلا إذا بتصير معي كتير أنا إذا نزلت راسي هيك وكانت الإضاءة من فوق وكانت المراية من هون وحدا شايفني من هون عم يطلع على المراية بيشوف أن الجهة هاي من الشفا غير الجهة هاي أنتي هذا اللي عم يطلع فيك لها الدرجة أصلا طلعي من حياتك كله والله العظيم أنت حتى حالك بمحال أن أنت بدك تكوني بيرفكت مية بالمية مستحيل إحنا نكون بيرفكت مية بالمية وما في شخص حتى الناس اللي عم تنزل على السوشيل ميديا صدقني هات فوتوشوب وفلتر ما في حدا ما في شخص جيب لي شخص واحد أنت بتعتبره جميل بكل شيء بهديك عياتي هدية مونيكا بلوتي لا في عنا تجاعد حول عملنا منيحة كمانا ايه منيحة بس أنا قصدي بيرفكت بكل شيء لا بكل شيء ما في حدا بيرفكت أنا أحد قصدي أنا مثلا بيجوني بقولك أنه بهالزوايا شايفة فيه اختلاف أو مثلا عملت الله بوتوكس وفيه هونتج عيدة أصلا غلط أنت تكوني بيرفكت فيه إدمان بهذا الموضوع في كتير في كتير إدمان وإدمان بتصير من الجهتين من الدكتور ومن البيشنت البيشنت بدو يصير يعني بيرفكت سانيزم والدكتور بدو مصاري أكتر فأنت كل ما حقنت كل ما عم تتفعيلي أكتر فهي غلط الشخصين يعني أنا ما بعتبر برجع نحكي للشيء الأول اللي حكيته أنا الحبة بالناس فيه أنه أنا بحكي يعني ما بدي يقول نزلت لمستواهم لا يعني أنا مستواي أعلى بس بالطب أكيد أنا مستواي أعلى يعني أنا وصلت لمرحلتهم بحكي بلغتهم فأنا كدكتور واجبي إذا أنت يجيتي وحكيتي أنا بدي واحد اثنين ثلاثة أقول لك ستوب لأ هالشي رح يأذيكي هالشي ما حلو هالشي أور استني أنا حتى مثلا أنا كثير بشتغل بالفول فيس الوجوه النحفة أنت مثلا بتحتاج عشرين إبرة بس أنا عشرين إبرة ما معملكي هالمرة واحدة لأنه وشك ما رح يتحمل أنا بعملك خلال السنة بلان كل شهرين ثلاثة تحقيني أربعة خمسة لحتى ينشد وشك فالإدمان هو من جهتين إدمان الدكتور أنه يوميين يدخلوا ألافات مع كل إحترام لكل الدكاترة وإدمان البيشنط مازبوط والصورة المثالية اللي بدو يوصلها ما رح يصلها ما رح يصلها ما رح يصلها وأنه قد ما يعني قد ما واحد يجمل بس ما يبعد عن شخصيته وعن شكله ما يبعد عن شخصيته وعفكر أنا في مرة كنت عم فكر أعمل حلقة عندي على الإنستغرام عن موضوع الشخصية أنا كثير ما قلت لك يعني دارت قشت على الترابي لما تجيني مثلا واحدة بزنس ومن و بدها هاي الشفايف ما رح تلبق لك أو مثلا بيجيني كثير أكتر شي الشباب بدهم يعمل بوتوكس وقولي دكتورة بيز بس ما تروحيلي التعصيب بدي يعصب على الموظفين اللي عندي لا فكثير مهم كمان الشخصية أنه إذا أنت مثلا مدير أو أونر سيريوز وبتعصب ما رح تكون والله هي كيوت بشفايف كل الوقت فهاي الشغلة كثير مهم لا لا بس أكيد أكيد وبطل ما قلتي وصفتي يعني أنه واحد بمركز معين وفي مبالغة بالتجميل خصوصا عند الرجال أو حتى عند الامرأة يعني تلقيت شفاف أوفر ولا صدر أوفر ولا باب عرف قدام مبالغة يعني أنه لو انترتايمنت وفنية يمكن مقبولة أكتر كل واحد يعمل اللي بيلبق له يعني كل واحد يعمل اللي بيلبق له يسق بالكما قلتي بالكاريزما تبعته بالكاريزما تبعه ومع مين عند مين عم بيروح كمان يعني يسق بالدكتور بالدكتور بيشوف هيدا أول نصيحة قلتي هيدا أول أول إحساس أنا مثلا أنا بتعرف كتير بيجوني أنا بحب هاي الجملة كتير بقول دكتور أصل لنا الاستخارة وتيسرنا لنيجي لعندك أنا بحس هاي البيشن خلاص ما علي لأبد لأنه هي يعني الناس اللي بتآمن بالاستخارة وهيك بتعتبر أن هاد اختيار رب العالمين ورب العالمين كتير بحب هاي الجملة حس بابعرف هيك حالي أنه ما بعرف هي ممكن جملة صغيرة بس أنا بتعنيلي كتير أنه أنا صليت الاستخارة وجيت لعندك أنا مثلا كتير بحب هاي الجملة وأنه صليت الاستخارة وطلعت أنه إجي لعندك هذا هو الإحساس يعني هو الإحساس أنت تنبث فيها أنه كمان هالأورة أو هالهيكي الطاقة أنا أقول لك ليش لأنه هلا شوف أنا درس الدين علم يعني إحنا بأوكرانيا ما في عندنا دين إسلام إحنا درسناك علم كالتشر فالدين هي كمان طاقة يعني إحنا إذا بدنا نقارن أنه الإسلام هي نفسه نحكي عن الطاقة يعني في ناس تحكوا أنها الطاقة نحن نحكي أنه هو إسلام فهي مثلا الشخص أنا مثلا كتير بآمن بصلاة الاستخارة هو أنا مثلا وجهت رغبتي لرب العالمين ورب العالمين يسرني الناس المسلا ما بتآمن بالدين أنا مثلا حكيت للطبيعة والطبيعة وجهتني الطاقة أو الإحساس أنا شو إحساسي أنه روح لعن هذا الدكتور أو إحساسي ما روح لعن هذا الدكتور فالأشخاص اللي بآمنوا بهذا الشي أنا بحس بإنبساط أنه أنا الكون اختارني أو يعني شعور كتير حلو قدي أول شي بتعوضي هالطاقة يعني بترجع بتشارجي على هالطاقة ومن وين بتختيها وقدي الموضوع المنتل هالث مهم بحياة الإنسان بحياتك أنت تشتغلي كتير وبتصر في طاقة فواحد كيف شو اللي بيخليك يعود حكينا إحنا بين الحديث أنه أنا بأمن أنه الطاقة قوتها هاي وراسة يعني أنت يا بتيجي طاقتك قوية يا بتيجي طاقتك ضعيفة يا أنت مثلا في عندك قبول يا ما فيها صحيح أنت بتشتغل على الموضوع بس القبول والطاقة كمان بيجي أنه هاد صفة يعني هاي مثل موهبة أنه شخص عنده طاقة فالشخص اللي عنده طاقة عالية وأنا بعتبر طاقتي كتير عالية فيه يطورها أنا كتير بطور بالناس يعني كتير بطور طاقتي يعني أنا باخد طاقتي من الناس لهيك أنا كتير بحب شغلي يعني أنا مثلا بيجيني باليوم خمسين من الخمسين خمسة وثلاثين مينيوم بتغذلوا فيني هاي كلها طاقة أنا عم أخذها من هالخمسين عشرين مينيوم ببعتولي صور قالوا الدكتورة ليش إحنا مبسوطين وقديش كمان هاي بالنسبة للي طاقة إيجابية يعني أنا باخد طاقتي من الناس لهيك أنا بحب شغلي كتير كتير أوات ناس بتقول أن أنت لحتى تكوني تعبانة بدك تروحي على البحر وتعملي أنتي ستريس ومديتيشن أنا بميل ساعتين وبرجع أنا على فكرة أول ما إذا جوزي من سنتين لهون في مثل المنتجة من تجعب براس الخيمة أو بالحمرة هو ثلاثة أيام بيأخذه منك موبايلك وأنت بس يوغا وتنفس ومديتيشن وبتعكل أكل هيلسي وما بتحكي مع أحده أنا بعد ساعتين مليت وربو حد أنا مثلك أنا أنا ما بتحمل فكل واحد حسب طاقته عموضوع الزكاء بس سؤال لأنه شو السر يعني أنا أنا مثلك وكمان بستمت طاقتي من العالم من الشغل ونفس الشي صار معي رحت على المالديف يعني اندعيت على المالديف كان عندي تصوير وندعات هونيكة مليت مليت روحي وخصوصا مليت يعني كان في مساج ثلاث ساعات هو تحت المي قال هيدا يعني غرفي تحت المي أنا بموت يعني خلاص اختنقت ثلاث ساعات هني قردي كتير يمكن لأ أي شخص بس أنا قردي من أول ساعات اختنقت لا في الناس بتحب أربع خمس ساعات وما تعمل شي هاي متل ما إحنا أشكالنا بتختلف إحنا شخصياتنا كمان بتختلف لأنه الدكتورة رحت تلاقي عالم بالعكس رأي مختلف تماما عن اللي عم نحكيه يعني في كتير ناس دي آمنوا بالمديتيشن وهي شغلة إيجابية في ناس عن جد هيك بس الناس هاي لازم تتقبل أنه في ناس صغيرة يلي هم مثلنا يعني مثل مثلا في حد عيونه زروق وحد عيونه سود أو مثلا الخضر في شخصيات بتاخد الطاقة من الهدوء والسكوت في ناس أنا باخد الطاقة من المحادثة أنا كتير بتهمني يعني أنا أهم صفة عندي بالبني آدم هو يكون متحدث جيد أو مو استمع جيد يعني في أخد وعطي معه هالشي كتير بيهمني في ناس بتتعب من الحكي أنا ما بتعب أنا بتعب من السكوت أو بتعب من هاي اليوغا أنا مسلا بركب رموش أنا البنت بتجل عندي على رموش هي مانا شاطرة وما بيعجبني شو بتعمل بس هي بتجل عني زهرها سنتين بس لأنا بتخلصني بأربعين دقيقة البنات التانية بساعتين في يعني حتى هاي يعني أنا ساعتين نايمة أنا عم ضيع وقتي ساعتين في أعمل فيه مليون شغلة ليش أنا هيك بفكر لا يعني أنه إحنا الصح أو هم الصح لأ بس لإنا هاد الشي اللي بناسبنا لإلهم هاد الشي اللي بناسب هون بنرجع أنه نتقبل الرأي والرأي الآخر والشخصية والشخصية سورة الآخرة يعني أنا مسلا زوجي صار لو سنة بيخناعي نروح على المالديف أنا عارفة أنا هونيك يا راح قتولي راح يبتلني عن جد يعني ثلاثة أيام أنا والبحر والمحيط شو بدنا نعمل أنا بمل يعني أنا مسلا أنا بحب الأكتيفيتس بحب هلا ممكن إذا أنت يوم من أيام روح على المالديف روح مع مجموعة فني أنه أنت هونيك تجنه ثلاثة أربعة أشخاص ما فيه ما فيه المالديف ما فيه سكوت ما فيك تجن لا 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 ما فيه أنا فكرت لأوتيل فاضي قالوا لا فولي بوكت ما شايف حدا قال إما كل العلم كويت كله بالحامل لا لا أنا أنا ما بتحمل هاي الشخصية ولازم إحنا بنتقبل الشخصية الهادية بالشخصية الهادية ما بتتقبلنا ما بتعرف ليش بتفكرنا تعبانين لا أنا 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 باخد طاقتي من ورا هالشي يعني قلت لك أنا الجمعة والسبت يوم إجازتي يعني لما رجعت من العيد من مصر أنا رجعت الأربعة بالليل الخميس كنت شغالة أوكي والسبت كنت شغالة أنا كنت مسافر عالت أنا سبت إجازة فالجمعة أنا كنت إجازة ساعة تسعة الصبح فقت وديت ابني في هو بروح على سامر كامب يعني روحت عالمول عملت تسوق روحت عملت أضافري عملت رموشي رجعت عالبيت الساعة واحدة بالليل وروحت شفت رفقاتي رجعت الساعة واحدة بالليل حلان يا رفيقتي اللي كمان كانت معي بمصر قالت لي شو عملت يوم الجماعة كنت نايمة كل نهار عم أخذ طاقة طب إحنا كنا على البحر يعني شخصين مختلفين بس هي هيك وأنا بحترم هذا الشيء وأنا هيك والأرزم على الشيء ويمكن يمكن الاثنين صح يعني الاثنين صح وبس بقلك أنه بعد فترة بتصير الموضوع يعني بعد فترة من أنه الطاقة عم تستمديها من الحركة كترة الحركة بصير بصير متعبة بعد فترة معينة ممكن مع العمر ممكن بس حاليا أنا محاسة بس ولا ممكن تتغير أنه تصير والله المديتيشن بالنسبة للشخصية اللي هيك مثلك ما بيكونوا أنت كم ساعة بالليوم بتنام؟ أربعة خمس ساعة أنا ثلاثة أربعة ساعة وأكثر من هيك بحس ضيعت وقتها يعني هاي شخصية وفي ناس بتنام 12 ساعة وما بتشبع أنا ثلاث ساعات ويتس أنا أفرني أنا مبارح جاي الساعة أربعة فائسة أتمنى يعني أنا من الأشخاص اللي بيخلصوا شغل وبروح إذا يعني أصدقاء اللي حوالي إذا ما بدون يحكوا بالشغل وبيحكوا بالبزنس ويحكوا بالمواضيع أنا ما بحب أنا بحب أروح ما نحكي بالشغل بس أنا يوميا عندي سهرة يوميا يا مع زوجة يا مع رفقاتي أنا وزوجة يا مع رفقاتي مش ضروري بنفس الشغل بس بدي يكون الموضوع فيه موتيفيشن فيه طاقة فيه شغل يعني فيه نجاح يعني الأصحاب اللي حواليه هن ممكن من أشخاص اللي عاملين بزنس أو اللي عاملين نفس المجال إنه في شيء تتعلم منه صح على فكرة هاي معلومة كتير مهمة نركز عليها كمان لأنه كتير مهم إحنا نصاحب أنا في جملة الناس بتفهمها غلط رح حاول أشرحها أنا بعتبر ما في علاقة ما فيها مصلحة حتى الصداقة يعني أنا مثلا مع رفقتي لمصلحة مو مصلحة يعني مصاري لمصلحة إني أغير جو لمصلحة إني أنبسط لمصلحة إني أتعلم منه شيء لتعطيني أفكار أعطيها أفكار كتير مهم الشخص اللي معنى لحتة رفقة يكون طموح كمان يعني أنا مثلا إذا أنا دائم بحكي هالجملة مثلا أنا عندي طموح إني مثلا أفتح بزنس تبعي أروح قعد مع شخص أكبر طموحه إنه روح على البيت ينام مستحيل إحنا نتفق يعني مستحيل إلا ما يكون أوكي ممكن مو بزنس تبعي بزنس تاني بس عنده أفكار مثل ما أنت حكيت عنده الطموح يعبيك ويعبي الطاقة تبعتك بتفاؤل وإيجابية أنا بحب هيك أشخاص وأنا عفكرة بحب الأشخاص الأقوى مني لأني بتعلم منهم ما بحب الشخص الأضعف مني يعني الشخص الضعيف مني ما بحب أتعامل معه يعني في ناس بالعكس بقولوا أنه مشان إحنا نبين أقوية نكون في في بوكرانيا مقولة أنه كل واحدة حلوة لازم ترافق ثلاثة مش حلوين مشان بيين هي أحلى أنا بقول بالعكس إذا هي حلوة ترافق الأحلى مننا مشان توصل لا يعني تتحسن أنا هيك بحب حبيتها هاي المقولة دكتور رولا تانكس فور كمينك تومي بودكاست كتير مبساط فيك بشخصيتك بعفويتك وبشخصيتك المميزة وأفكارك كمان عطيتيني فكرة كتير حلوة أو أول مغرس معها بهيدا الطريقة أو الطرح هي علاقة الخط الرجعة مع الشريك صح شي كتير مهم يا رات لو كنا نتعلم فgood luck with your business أكيد بتمنى لك النجاح وإن شاء الله يعني وشايف أنه رح تنجح كتير لأنه من دفعة ولأنه صريحة ولأنه طبيعية وأنا كتير انبساطة عن جد الحديث كان كتير مميز وحبيت فيه أنه عفوه يعني إحنا حكينا بأكتر بالموضوع وما في موضوع له علاقة بالتاني بس كله بتعلق بالحياة شكرا